موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة ناد الألي في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم وبجمهور الأهل العظيم ومشاهدي قناة ناد الألي في كل مكان حلقة جديدة من البيت الكبير نهاردة يوم الاثنين وزي ما تعودنا مع بداية السيزون الجديد الحقيقة وزي ما تعودت مع حضراتكم أننا بنفتح بعض القضايا اللي بتهم النادي الأهلي وكرة القدم المصرية طبعا لأننا ما بنيجي نتكلم في هذه الأمور بنتكلم بشكل عام وبيتم منقشتها ومنقشت تفاصيلها ومع أطرافها على قد ما بنقدر بنجيب كل الأطراف طبعا مع ضيوفنا دايما في الستوديو علشان نخرج في نهاية الحلقة بتوصيات يستفيد منها صناع القرار في المؤسسات الرياضية النهاردة هتكون قضية جديدة في البيت الكبير وهي شكل الدوري المصري حضرتك عارف شكل الدوري المصري هيبقى عامل إزاي السنة الجاية؟ أنا عارف ما عرفش كلام كتير جدا وأمور كتيرة جدا جدا وإزاي نخرج من تلاحم المواسم ومشاكل الجدول والمؤجلات والتضارف في المواعيد المشكلة فين؟ تتحل إزاي؟ هو ده موضوع قضية البيت الكبير النهاردة بس خليني أبدأ مع حضراتكم بموضوع مهم جدا من أبارح للنهاردة أو من أبارح الصبح للنهاردة ناس كتيرة جدا من جمهور النادي الآلي ألقانين على كابتن محمود الخطيب وعايزين يسمعوا إيه اللي حصل أو يعرفوا إيه اللي حصل حابب أن أنا أطمن حضراتكم في بداية هذه الحلقة وقبل ما أتكلم في أي حاجة على كبتن محمود الخطيب وحشرح لحضراتكم تفاصيل ما حدث مع كابتن محمود الخطيب كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأسطورة كرة القدم المصرية والإفريقية كابتن محمود سافر من هنا على القاهرة إلى ألمانيا لاستكمال فحوصات طبية عادي تخص الحالة الصحية لكابتن محمود بعد ما خلص هذه الفحوصات الطبية في ألمانيا سافر إلى النمسا لأن الحقيقة كابتن خطيب كان حريص جدا جدا على دعم الفريق والجهاز الفني في بداية فترة الإعداد والدعم المعنوي ده من أسطورة من أساطير كرة القدم ومن رئيس النادي الأهلي مهم جدا 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 عشان كده كابتن محمود أصر أنه يكون متواجد بعد رحلته في ألمانيا رحلة الفحوصات الأولى في ألمانيا ثم العودة إلى أو الذهاب إلى النمسا ليكون متواجد مع اللعبة وشفته وجود كابتن خطيب فارق مع اللعبة إزاي وفارق مع الجهاز الفني إزاي ولكن خلينا أقول لحضراتكم أن مبارح الصبح كابتن محمود الخطيب كان في الجام بيعمل تماريد خفيفة جدا يعني كابتن محمود شعر بدوار داخل خلال وجوده في صالة الجيم ودماغه الحقيقة استضمت بأحد الأجهزة داخل الجيم وبسبب ده اضطر كابتن محمود الحقيقة واتطر كل الموجودين أنهم ناخد كابتن محمود الخطيب ونروح به إلى أقرب مستشفى في النمسا احتاج فيها إلى عمل خياطة بعض الغرز في رأس كابتن خطيب زي ما حضراتكم شايفين الحمد لله هو بخير ولكن الأطباء في النمسا بعد ما عرض عليهم نتائج الفحوصات الطبية الأخيرة نصحوا بضرورة التوجه للطبيب المعالج لحالته في فرنسا لأنها حاجات تخصصية أكتر وأنا جايب لحضراتكم الصورة دي حصريا في قناة النادي القالية وفي برنامج البيت الكبير زي ما حضراتكم شايفين عشان أطمنكم بس على كابتن محمود الخطيب يعني الحمد لله والشكر لله يعني أنا عايز أطمنكم بكل الطرق يعني مش عارف أقول لكم إيه ولكن الكابتن محمود زي الفل من مبارح للنهاردة ناس كتيرة جدا جدا بتكلمني صورة الكابتن الخطيب دي كان بعد لأنه كابتن الخطيب بكرة كمان حضراتكم هتشوفوه في المباراة الودية للنادي الأهلي في المعسكر اللي هتتلعب بكرة حضراتكم عارفين وإحنا أقل لكم من فترة طويلة جدا أن يوم خمسة تسعة في مباراة الودية حيلعبها النادي الأهلي كابتن محمود كان حريص أو مازال حريص أن هو يبقى موجود بكرة في معسكر أو يتفرج على المباراة الودية وبعد المباراة الودية مباشرة حيذهب إلى استكمال فحوصاته في فرنسا فكابتن محمود إن شاء الله بكرة تتطمنوا عليه فبكرة إن شاء الله لما هتشوفوه هتلاقوه يعني رابط راسه هتلاقينا الصورة مرة تانية سميلة سمعت هتلاقي رابط راسه زي ما يعني مش كده ولكن هتلاقي هو هنا كان عمل الغرص خلاص والأمور الحمد لله أصبحت طيبة جدا مرة تانية أنا حابب بس أن أنا أطمن حضراتكم على كابتن محمود الخطيب وإن شاء الله من خلال قناة الأهلي بكرة تشوفوه موجود مع الفريق وما قبل المباراة إن شاء الله وما بعد المباراة وللأسف الشديد زي ما قلت لحضراتكم إحنا دايما قناة النادي الأهلي بتبقى حريصة على النادي الأهلي وليس شيء آخر لما تبقى في مباراة دي بنبقى حريصين تماما على وعندنا الكرول اللي يقدر يزيع هذه المباراة ولكن مستر كولر رفض إذاعة هذه المباراة مستر كولر رفض إذاعة هذه المباراة وبالتالي يحترم وجهة نظر الفنية يعمل اللي هو عايزه إحنا إن شاء الله تكون معنا في الوقت يعني يتم الاتفاق على إذاعتها حنزقها ولكن غدا لن نستطيع إذاعة هذه المباراة ولكن إن شاء الله بكرة في استوديو الأجبال الساعة 3 عصرا مباراة ودية على الهواء أو مش مباراة ودية أولى المباراة الرسمية لفريق 2005 في شباب النادي الأهلي هتذاع على الهواء مباشرة مع النجم الكبير كابتن أسامة حسني اللي حيكون متواجد مع حضراتكم ما قبل المباراة وحنزق لحضراتكم المباراة بالكامل 90 دقيقة ثم ما بعد المباراة وتحليل ما بعد المباراة مرة تانية أنا بس حبيت إن أجيب لحضراتكم الصورة بتاعة كابتن خطيب علشان تتطمنه مش عايز حضراتكم تقلقه الحمد لله هو بس شوية غرز في دماغه حاجة بسيطة ولكن هو كابتن زي الفل إن شاء الله تشوفوه بكرة وبعد المباراة تخلص حيذهب إلى فرنسا علشان يستكمل بقية الفحوصات وحنتابع حضراتكم أولا بأول حالة الصحية لكابتن محمود الخطيب آخر حاجة هقولها في موضوع الكابتن خطيب يحتاج يعني مش وجهة نظري كابتن خطيب يحتاج إلى راحة طويلة الطبيب المعالج لكابتن خطيب من فترة طويلة قال له يا كابتن محمود لازم تستريح ذهنيا وعصبيا وكل شيء كابتن خطيب الفترة اللي فاتت زي ما حضراتكم عارفين وزي ما دايما بتشوفوه من خلال شاشة قناة الناد الأهلي متوجد في كل الأوقات فكل اللي احنا عايزينه وعلى فكرة ممكن يكون مستريح وبيتابع كل حاجة ولكن مستريح فالكابتن خطيب محتاج راحة وطويلة ده اللي هيحدده أكتر إن شاء الله كل الفحوصات اللي هيشوفها في فرنسا وخليني أقول لحضراتكم إنه إن شاء الله إن شاء الله احنا دايما بنبقى حريصين إن احنا نطلع الكلمة من عندنا علشان تكون الكلمة الصادقة طمينه على كابتن خطيب وإن شاء الله بكرة أكيد حيجبولنا من النمسا وجود الكابتن محمود ما قبل المباراة إن شاء الله ووجوده مع الفريق وهو بيتفرج على الفريق إن شاء الله خلينا نذهب إلى النمسا بما إننا بنتكلم ونتابع كل أخبار مع أسكر النادي الأهلي زي كل يوم وزي ما كل دايما بنتكلم مع حضراتكم لحظة بلحظة فاروق صلاح زميلنا العزيز من النمسا يطمننا أولا على كابتن خطيب ثانيا على كل أمور الفريق اتفضل فاروق برحب بك يا كابتن الكبير كابتن إسلام الشاطر وبرحب بكل مشاهدين ومشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان يعني لقاء معتاد دايما يا كابتن إسلام من خلال حضرتكم ومن خلال قناة النادي الأهلي يعني بنحط الجماهير في الأحداث هنا في النمسا طبعا على حوال الفريق يعني القبول الخاصة بمعسكر إعدادا للنادي الأهلي يعني خلاص المعسكر بيقترب من الختام ويهي المباراة اللي وديها غدا بمشيئة الله تكون ختام طبعا لمعسكر النادي الأهلي إن شاء الله معسكر يكون مردوده على اللعبين وعلى الجمهور إن شاء الله بدءا من مباراة السوبر بإذن الله وتكون أولى بطولات النادي الأهلي اللي يتوج بيه هذا الموسم بإذن الله طيب في البداية طمنا على كابتن خطيب يعني زي ما حضرتك تابعته كلنا تابعنا طبعا الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب اللي دايما بيتحمل على نفسه يعني الكابتن خطيب يعني بيحب يتطمن على كل الأمور كل التفاصيل يعني الأمر ده يعني بيرقل الكابتن يعني في كل الأحوال بيتابع كل التفاصيل الخاصة عايزة تطمن على الفرية عايزة تطمن على الجهاز الفني بيقعد في جلسات مع بعض اللعبين جلسات مع المستر كولر مع الكابتن خالد بيبو كابتن بيبو أو الكابتن خطيب يعني ربنا يحفظه يا رب ربنا يبارك في عمره الصورة كابتن إسلام دايما لما بتشوف ملامح وجل كابتن الخطيب ده مسؤول عن إسعاد ملايين من جمهير النادي الأهلي حمل أنك تكون مرتبط على رأس منظومة زي منظومة النادي الأهلي لها حمل كبير جدا ولها مسؤوليات ربنا عيني الكابتن المحمود الخطيب يعني كتير من الجماهير اللي النهاردة بتدعيه له يعني ربنا يشفيه يا رب ويبارك في عمره فانت بس عشان ما نروحش في أماكن كثيرة وما استفكر في أماكن أخرى عايز برضو تقولي نهاردة كابتن الخطيب كان متواجد وسط البعثة نزل الغدى نزل العشاء الأمور بشكل عام يعني يعني في الوقت اللي أنا بكلم حضرتك يعني في جلسة بينه بين الكابتن خالد بيبو طبعا كموجود طبعا على مدار اليوم زي ما قلت الحضرتك بيبقوا بيعقل جلسات مع اللعبين مع الجلس الفني مع الكابتن خالد بيبو طبعا موجود في كافة يعني الأوقات اليوم أو يعني الفقرات اليوم موجود معنا في وجبة الإفطار في الغداء في العشاء يعني في الوقت اللي أنا بكلم حضرتك في جلسة بينه بين الكابتن خالد بيبو وخلاص الكابتن الخطيب بتوجه ليه وغرفته وطبعاً زي ما حدثتك قلت كابتن إسلام يعني بعد انتهاء طبعاً المباراة والمعسكر طبعاً هتتجه إلى فرنسا لاستكمال علاجه اللي نتمنى له الشفاق بإذن الله يا رب إن شاء الله إذن الكابتن الخطيب زي ما قلت لحضراتكم زي الفل ما تقلقوش من حاجة كل الأمور جيدة من خلال قناتكم قناة نادي الأهلي اللي بتبقى حريصة دايماً إن احنا نشرح لحضراتكم كل شيء وبالتفصيل وأسطورة كبيرة جداً في عالم كرة القدم النجم الكبير ورئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب تطمنوا إن شاء الله بكرة نجيب لحضراتكم كل اللقطات الخاصة بكابتن محمود الخطيب مع زميلنا فاروق صلاح اللي حيبقى متواجد مع حضراتكم طول النهار خلينا ننتقل إلى الفريق يا فاروق وطمننا على أحوال الفريق وإيه اللي حصل النهاردة والتمرينة والأمور وبكرة إيه اللي حيحصل وهكذا وانا عرفت كمان إنه مخلص لن مستر كولر رفض إذاعة المباراة بالفعل يا كابتن إسلام مستر كولر رفض إذاعة المباراة وخلينا أقول إن مستر كولر طبعاً في بعض الأمور الفنية اللي هو يعني يعني عايز يطبق جزء منها في المباراة غداً بمشيته بالضبط يا كابتن إسلام أنت عارف إحنا دورنا إحنا جازين في أي وقت سواء إحنا أول يعني الكروء الخاص بإدارة إعلام النادي الآلي ومنصات النادي الآلي مزبوط إحنا جازين لأي حدث يعني الحمد لله نقدر نغطيه بالشكل الكافي ولكن إحنا دايماً بهدفنا هو خدمة النادي الآلي إحنا دورنا إن إحنا نساعد الجاز الفني إحنا جزء من المنظومة الجاهة إن نساعد اللي عابين نساعد الحفاظ على يعني الأمور السرية أو الأمور الخاصة بالفريق لأنه ده جزء طبعاً من عملنا وجزء من حبنا وانتماءنا للنادي الآلي إحنا لازم نحافظ على هذا الأمر وأكيد لازم نساعد في هذا الأمر وعلينا طبعاً لنجميع تقبل هذا الأمر مستر كولر طبعاً أنت عارف يعني هو في بعض الأمور الفني عايز يجربها في المباراة نظراً لفيه غيابات كتير جداً طبعاً النادي الآلي بافتقد لعشر لعبين كان يتمنى طبعاً مستر كولر يكون فيه القوام الأساسي للفريق لكن هو فضل عشان برضو ما يبقاش فيه ضغوط شوية كمان أيضاً على بعض اللعبين الجدد خصوصاً أن دي هتبقى أول مباراة بالنسبة لهم أمام الجمهور حتى ولو كانت المباراة ودية فيعني الأمر ده بالنسبة لمستر كولر ارتقى أن هو يكون المباراة يعني بدون تصوير بدون إذا لكن طبعاً فيه جزء بقى الفني الخاص بمستر كولر يعني المحل الأداء أو تخصيص بعض الأمور الخاصة بمستر كولر طبعاً لهذه المباراة الفريق طبعاً النهاردة كابتال إسلام كان أدى يعني التدريب المسائي أو اللوات راي ماتش استعدادة لذي الموجة وهذه المباراة عشر لعبين طبعاً غادروا مع أسكر النادلالي كان بالأمس إذا استعرضنا مع حضرتك مغادرة دي بيرستاو اليوم رباع المنتخب المصري محمد الشناوي حمد هاني مروان عطية ومحمد عبد المنهم وثلاثي المنتخب الأوليمبي أحمد نبيل كوكا وحمز علاء وأيضاً رأفة خليل ثم طبعاً أليو ديانج وعلي معلول يعني التدريب انطلق بالتفتقد لعشر لعبين مستر كولر نهاردة بيجرب بعض اللعبين في بعض المراكز وبعض الأماكن النهاردة طبعاً مشاركة بالكامل من أكرم توفيق من كريم فؤاد من إمام عشور يعني التلات اللعبين اللي بنقول عودتهم طيب معلش مرة هنا أنا هعطعك هنا يا فروق أنا هعطعك هنا يا فروق إذن خلاص أكرم توفيق وكريم فؤاد تحديداً تحديداً لاتنين دول لأنه بقالهم فترة طويلة جداً النهاردة عملوا تمرينة كاملة إذن خلاص يعني إحنا دلوقتي الحمد لله والشكر لله ما بقاش عندنا حد عنده إصابات طويلة إذن اللاعبين دول موجودين من النهاردة تحت أمر الجهاز الفني يرى ما يراه فنياً وبدنياً خلال الفترة القادمة مظبوط كده؟ بالضبط يا كابتن إسلام تحليل صحيح ويعني تعبير صحيح جداً من الحالة الطبية ما عندناش أي إصابات الأمر المشاركة في المباراة من البداية أو من جزء دي أمر خلاص بيقضع لي الرؤية الفنية لمستر كولر ومدى جهازية اللاعبين يعني في هذا السياق مستر كولر بيدي جزء بدني شوية تخصص شوية للعبين من أجل سرعة تجهزهم لي المباراة السوبر الإفريقي أعتقد دي من النقاط الإيجابية جداً من أهم مكاسب هذا المعسكر أيضاً حالة الانسجام اللي بدأ يظهر عليها إمام عشور مع اللاعبين وردى سليم وكريم ندويد وصلاح محسن النهاردة أفشة كم تدر طول كده بلغة الكرة كم مزاجه عالي شوية في التدريب أهداف رائعة بتمرينات حاسمة من أفشة طاهر محمد طاهر اللي من أول يوم أنا بتكلم على طاهر بالتحديد من الإسلام يعني إن شاء الله فرمة مشاء الله ممتازة جداً من طاهر من حسين الشحات من عبدالقادر تقلق أيضاً نهاردة أنت عارفت من حراس موجودين معاك يعني خلاص مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف النهاردة مصطفى شوبير في أكثر من كلها بيتقلق بيتصدى طبعاً يعني بيخطف القهات من بعض الجماريكة بيتتابع تدريب النادي الأهلي لكن الأجواء العامة الفريق الحالة اللي احنا لمسنا كابتن إسلام لا حالة ممتازة جداً إجابات كتير جداً في هذا المعسكر العنصر الشاب أيضاً يعني معتز محمد واحد من اللعبة اللي أعتقد هيبقى من ضمن الحلول اللي موجودة في دماغ ميستر كولر واحد من اللعبة اللي أعتقد خلاص بيجهزها للمستقبل لخطة فاعل النادي الأهلي أيضاً كريم دبيس زعلوك يعني مش عايزة استثناء أحد اللعبين لكن الحالة العامة سواء اللعبة اللي انضمت حديثاً سواء اللعبة القديمة أو اللعبة اللي بتصعادة مقطع النشئين إن شاء الله مردودة كله هنشوفه خلال الفترة القادمة بإذن الله إذن غداً المباراة إن شاء الله في تمام الساعة خمسة على ما أتذكر أو الساعة كام؟ يعني المباراة تبقى غداً الخمسة بتوقيت النمسا السادسة بتوقيت القيرة زي ما وضحنا لحضرتك وبرضو نقول تفاصيل اليوم غداً بمشيئة الله هيكون تناول اللعبون وجبة الإفطار في تمام الساعة التاسعة صباحاً ثم فترة التدريبات الخفيفة اللي بتكون يوم المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف ودي بتكون مدتها لمدة عشرين ديئة الخمسة وعشرين ديئة كابتن إسلام ثم هيكون هناك وجبة الغداء في تمام الساعة الوحدة والربع ثم المحاضرة محاضرة المستر كولر مع اللعبين يوم مباراة أنت أكنك رايح تلعب مباراة رسمية محاضرة هتكون في تمام الساعة الاثنين العاشرة ثم التحرك في تمام الساعة الثانية والربع تحرك طبعاً إلى مدينة جراتس اللي بتبعد عن مقر إقامة فريق النادي الآن بـ 30 ندية ثم موعد المباراة طبعاً اللي هيكون في تمام الساعة الخمسة عاقب العودة طبعاً من المباراة والعودة إلى مقر اللي قامة تناول لعبون وجبة العشاء ده تفاصيل اليوم اللي هيكون بكرة بإذن الله يا كابتن إسلام نتمنى إن شاء الله مباراة تكون بروفة قوية جداً للعبين أجواء يا كابتن إسلام خلاص يعني اللعيبة تدى بقى خلاص العد التنازلي لمباراة الاتحاد العاصمة تركيز لهذه المباراة مستر كولر بيركز في بعض الأمور الخاصة فريق الاتحاد العاصمة جلسات بتجمع بينه وبين ياسين المكاري محل الأداء للنادي الآلي أمور كلها بتدخل في الإطار العام التحضير خلاص لمباراة الاتحاد العاصمة مستر كولر أكتر من لعيب بيجربه في أكتر من مركز خلاص اللعيبة عندك نوعية لعيب الجوكر اللي يضي لعب عندك في أكتر من مركز الجوانب التخصصية اللي بيشتغل عليها مع بعض اللعبين أعتقد هتخليك ما تحسش أن الأهل ينتقص لعب أو يكون فيه نواقص في النادي الآلي إن شاء الله المجهود اللي بوز السواء من كل أفراد المنظومة في هذا المعاصكر إن شاء الله يظهر النتائج وإن شاء الله على مدار الموسم بدءا من مباراة السوبر بإذن الله نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الآلي وتغطية رائعة كالعادة زميلنا فاروق صلاح من النمسا حيطمنا على كابت خطيب طمنا على الفريق كل الأمور الحمد لله جديد ودية ولن تكون مزاعة مرة تانية لن تكون مزاعة على قناة النادي الآلي بناء على رغبة مستر مرسيل كولر اللي شايف أن محتاج أن هو يقفل على الفريق في هذا التوقيت وبالتالي إن شاء الله تكون معنا ولو قدرنا في أي وقت طبعا بعد كده بقى نقدر نزحة حنزحة لحضراتكم على الهواء مش هتبقى على الهواء مباشرة وعلى كانت هتبقى مسجلة ساعتها بقى عموما خلونا نبدأ أولى فقراتنا النهاردة وفقرة حائط صد جدا في كلامي ومحدد للأسف في ناس كتيرة ما تعرفش أن المنابر الإعلامية والظهور عليها أمر له احترامه وله مبادئه يجب لما تطلع في أي منبر إعلامي يجب أن تحترم عقول المشاهدين وعدم تحكم الأهواء والمصالح الشخصية أو شهوة صناعة الترند يعني مثلا يطلع علينا لعيب كرة سابق في أحد البرامج معروف عنه أنه بيدور على الترند واللقطة والشوء الإعلامي لا ينظر إلا لهذه الأمور فقط لغير يقولك إيه تخيل حضرتك أنه حتى هذه اللحظة ممكن حد يطلع يقولك أن كولر ضعيف فنيا وأنه مش بيعرف يديري المباراة طب لو كان بيعرف يديري المباراة كان حصل إيه يعني أنا مستر مرسيل كولر لعب خمس بطولات خد الخمس بطولات وبيتقال علي دلوقتي من واحد مفترض أنه هو لعب كرة ولكنه إيه هو الترند من المفترض أنه هو مش الترند بتاعنا بإيه هو الترند الترند مش برنامجنا يعني الترند اللي بتشوفوه حضراتكم بيحصل فيطلع يقولك أصل كولر ضعيف وأن إدارة الأهلي بتتدخل في سياسات كولر الفنية وبتجبره على تشكيل معين وطريقة لعب معين والله العظيم تلاتة أنا حزين على هذا المستوى اللي وصلنا ليه في الإعلام الرياضي حضرتك الكلام ده ممكن يكون يحصل في عندها أخرى ولكن صدقني عندنا النادي الأهلي لا يحدث فيه هذا الأمور فممكن تكون أنت معتاد على كده ومتخيل أن الكلام ده يكون عندك في النادي بتاعك أنا معرفش مع أنك عارف كويس جدا أن الأهلي ما ينفعش يحصل في كده لأن تصريحاتك دي بتدل على أنك مش عايش معانا أساسا على عرض الواقع كلامك لا يمط للحقيقة بأي صلة دحك على الدؤون وبحث عن الترند فقط واللقطة لا غير دحك على الدؤون والله العظيم دحك على الدؤون وترند فقط دخل في منطقة صعبة أوي يعني الناس كلها بتقول على كولر كويس فاطلع أنا أقول عليه وحش عشان الناس تبص عليه يعني مستر مرسيل كولر تو وجه بخمس بطولات ما هو المطلوب منه مرة أخرى أنا عارف أن أنت لو ما عملتش كده هتقعد في البيت أنا ده متأكد منه وعارفه وحافظ هذا الكلام ويا ما قلته يعني بسيبك كتير تقول لكن الحقيقة أن أنت كلام مرضود عليه يعني مش محتاج أن أنا رد ومش محتاج أن أنا أقول ولكن الحقيقة في بعض الأوقات الكلام بيكون بيدحك بس ودي شغلتك بالمناسبة أنت بتدحكنا بس عارفين العرائس الماريونيت اسمها اللي هي العرائس الخشب كان واحد من فوق كده يقعد يحركه وهي العرائس تحت هي اللي بينه العرائس ولكن الحركة اللي بتحركها من فوق الإيدين بحاجة شبيهة بكده أنت شبيه بكده فالحقيقة لأنه ما لقيتش غير كولر اللي تقول عليه كده موسم واحد خد خمس بطولات في الآخر تطلع تقول عليه ضعيف فنيا يعني يبقى حضرتك كده تشوف حاجة تانية تتكلم فيها بعيدا عن كرة القدم ممكن تتكلم في المطبخ تتكلم في الموضة تتكلم في أي حاجة لا يعني حتى دول مش هتعرف تتكلم فيهم لأن الحقيقة بكلامك ده طالع تقول الناس أنك ملاكش في حاجة ملاكش في الكرة ولا في التحليل ملاكش في حاجة خالص طب اليوميندول يعني حتى أخي امشي مع الموجة لكن أنت عايز دايما تبقى ضد الموجة علشان الناس تبص عليك وتتفرج عليك لما كولر المتوج بخمس بطولات وكل شوية حقولها في هذا الأمر يبقى ضعيف فنيا إما المين اللي قوي فنيا وسيريو قوي فنيا على فكرة بالمناسبة يعني كابتن إهاب جلال في الإسماعيلي قوي فنيا طبعا ولكن محدش يوم خد بطولات تاني هرجع أقول تعاقدوا النادي الأهلي مع إمام عشور مش كده نسهل مش أنا اللي بقول الكلام ده على فكرة هو اللي طالع يقول هذا الكلام هو ده إعلامة جماعة إحنا بنحاول والله العظيم من فترة إن إحنا نشتغل طول عمرنا يعني في قناة الأهلي بنشتغل إعلام للنادي الأهلي فقط لغير إحنا هنا قنافة قوية فمن حقنا نشتغل على هذا الأمر ومع ذلك بنحاول نعمل إعلام هادف وبنحاول إن إحنا نوصل للموضوع بكرة القدم المصرية علشان نقول لكم بعض الحلول اللي النادي الأهلي بيقولها دايما في بياناته كل حاجة اتطورت من حوالينا في البلد إحنا دلوقتي في حاجة في بلد جديد اسمه الجمهورية الجديدة اللي الرئيس بيبقى حريص فيها على كل حاجة ولكن هي مثل هذه الشخصيات اللي بترجعنا مئة سنة وراء لأنه هو مصمم على إثارة جدل وعلى حساب استقرار للشارع الكروي هو أنت مش فهم أنت بتعمل إيه أنت بتصنع فتنة بتصريحتك النادي الأهلي لم يتعاقد مع أمام عشور إلا علشان حمدي فتحي ماشي فلازم تجيب حد من ناحية حمدي فتحي أو شبه حمدي فتحي أو التعاقد اللي يبقى قريب من حمدي فتحي زي إمام عشور وده جي وفقا لرغبات متبادلة ما بين الطلافين أتمنى أن يكون فيه فلترة لللي بيتقال على الشاشة يا جماعة عيب جد الكلام ده والله العظيم تلاتة عيب مثل هذه الأمور أتمنى أن تنتهي مثل هذه الأمور أتمنى أن أنا أطلع ما يبقاش عندي حاجة أتكلم فيها في حقوق صد ولكن كل يوم يطلع يتكلم ويقول نفس الكلام ويقول نفس الأصل كيد نسا في إمام عشور في حاجة اسمها كيد نسا في الكرة نادل آلي هيدفع 4 مليون جنيه ولا تكام معرفش إمام عشور 2 مليون 2 مليون جنيه تقريب 2 مليون دولار أنا آسف ولا 2 مليون رقم اللي دفعه نادل آلي عشان يكيد النسا في إيه كلام الغريب اللي أعب بيسمعه ده سيبكم من الأخبار دي بقى وخلينا نروح للخبر اللي يهمه ويخص الأهلوية أنا آسف أن أنا اتكلمت في هذا الخبر ولكن كنت مضطر أن أنا أقول يا جماعة الماريونت دول ارحمونا ارحمونا خلينا نروح للخبر اللي يهم الأهلوية ويهمنا كلنا واللي يهم اللي عبت الكرة يعني إن احنا الناس اللي بتحب النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في المملكة العربية السعودية بكرة الساعة 11 صباحا في المملكة العربية في كل العالم بكرة الساعة 11 صباحا قرأة كاس العالم للأندية اللي بيشارك فيها النادي الأهلي للمرة الرابعة على التوالي المرة الرابعة على التوالي كولر ضعيف فنية والمرة التاسعة فيه تاريخه واللي هي أرقام قياسية وفاز بميدليات بروندية ثلاث مرات قبل كده تاريخ عالمي جديد في انتظار النادي الأهلي وبحسب قرار كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف العام على كرة القدم هيكون كابتن حسام غالي هو منذوب النادي الأهلي في أرعة كأس العالم للأندية بكرة إن شاء الله في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الأهلي بيشارك للمرة الرابعة على التوالي وبصفته بطل إفريقيا بعد تتويجه بدوري الأبطال على حساب الوداد المغربي الشقيق نطلع نشوف هذا التقرير عن ملك إفريقيا للمرة التسعة والرابعة على التوالي في كأس العالم للأندية يظل دائما النادي الأهلي محتفظا بمكانه وسط الكبار يعني كل شوية حقول هذه الكلمة على مثل هؤلاء الناس يا جماعة لما تيجي تتكلم تحليل فني اتكلم تحليل فني براحتك انقض قول أصل كولر غير إسلام وجاب هاني وغير هاني وجاب محمد وغير محمد وجاب علي مثلا يعني ولكن لما تقول كلام عكس اللي موجود كلنا محدش حيبصلك كلنا هنقض نضحك عليك ونعتبرك عرائس خشب ليه بنقض نحد بيحركهم من فوق احنا عارفين طبعا مين اللي بيحركهم من فوق عموما كلهم ناس بتنتمي لأندية أخرى معروفة يعني طيب عموما عندنا هنرجع للنمسا تاني وعندنا لقاء مهم جدا الحقيقة مع أحد نجوم النادي الأهلي النجم مصطفى شوبير مصطفى شوبير أثبت نفسه خلال الموسم السابق في أمور كثيرة جدا ومباريات كثيرة جدا الحقيقة بعيدا عن كنه ابن واحد من أعظم الحراس المرمى في النادي الأهلي كابتن أحمد شوبير النجم الكبير ولكن مصطفى شوبير له شخصية متفردة مصطفى شوبير له شكل مختلف تماما بعيدا عن نجم زي كابتن أحمد شوبير عموما خلانا نطلع نشوف ماذا قال هو محور طويل شوية حوالي 15-16 دقيقة عايز حضراتكم تشوفوا الفارق ما بين ولادي النادي الأهلي وأي حد تاني خلانا نطلع نشوف هذا اللقاء لقاء عمله زاملنا فاروق صلاح مع كابتن مصطفى شوبير وبعد كده فاصل وبعد الفاصل هتبقى عندنا قضيتنا قضية البيت الكبير اللي هنتكلم فيها عن زي ما قلت لحضراتكم شكل الدوري العام المصري حيكون معنا ضيوفنا النهاردة كابتن محمد حشيش أو أستاذنا أستاذ عصام شلتوت كريم سعيد وأحمد ثابت حنعرف رأيهم في كل هذه الأمور ومعنا مدخلات كثيرة جدا حنشوفها خلال الفقرة القادمة هنطلع نشوف ماذا قال كابتن مصطفى شوبير لفاروق صلاح فاصل وبعد الفاصل نستقبل ضيوفنا الكبار أوفا برحب بك على شاشة قناة النادي الأهلي وهذا الشبلو من ذاك الأسد بيضع مسؤولية عليك لكن الأيام أثبتت أن مصطفى فعلا تداد لحراس عظام في النادي الأهلي برحب بك يا أوفا وأتمنى لك التوفيق دايما حبيبا فاروق أشكرك طبعا على المقدمة الجميلة دي وبحاية جمهور النادي الأهلي بيتفرج علينا ولسه هنطلقنا لسه ما أثبتناش حاجة لسه الناس إن شاء الله لسه هتشوف إن شاء الله اللي جايه بإذن الله الواحد يبقى على قدر اطلعت الناس وبإذن الله الواحد يقدر يقدم أفضل من كده إن شاء الله وفا اتكلمنا فيها كتير لكن برضو بيبقى مهم جدا أن احنا نوضحها أنك تكون نجل لعب كرة وحجم قيمة الكابتن شبير بيشيلك مسئولية كبيرة جدا بضع عليك ضغوط مع كل المراحل دي مصطفى شبير أثبت أنه على قدر هذه الضغوط على قدر هذه المسئولية صنعت من عقلية وشخصية مصطفى شبير طبعا الحمد لله الثاني أرجع أقول لك هو الموضوع مش سهل كده كده إن انت مرتوط باسمك بيزا يسمي الكابتن أحمد شبير بس إحنا مش عايزين نعيد فيك كلام كتير لأنها خلاص هي التون نفسها خلاص تقفلت مش عايزين إحنا بقى نفتح فيها ونتكلم فيها وخلاص وموضوع وتقفل إنت دلوقتي اسمك مصطفى أحمد شبير لعب النادي الأهلي حارس مرمى النادي الأهلي وإن شاء الله تبقى قدر مسئولية وبإذن الله تبقى قدر المكان اللي انت فيه أنا ده اللي حابب أقوله في الموضوع مش هتكلم فيه كتر من كده مصطفى عايز أروح لمشهد المباراة النهائية العلاقة اللي بين مصطفى شبير والكابتن محمد الشنوي هتكلم على المباراة التانية بعدين أرجع للمباراة الأولى مش هد الكابتن محمد الشنوي بينادي على مصطفى شبير ده إن ده اللي بيدل على قيمة النادي الأهلي حالة الحب اللي بينك وبين حجم لعب حجم وقيمة كابتن محمد الشنوي طبعا كابتن محمد الشنوي أخويا كبير وأخونا كلنا الكبير احنا طبعا نتشرف ان احنا بزاملناه وان هو بنفسه زي ما قلت قبل كهو قولتاني انت بتنفس رقم واحد في مصر مش رقم واحد في مصر بس رقم واحد في أفريقيا فالوفاقة منافسة بتكسبك انت مش بتخسرك حاجة حتى لو هي منافسة صعبة بس هي منافسة كويسة كويسة للفرقة وكويسة ليك لان انت بتستفيد منه في نفس الوقت انت مع قيمة كبيرة فلازم تعرف ان انت لما ان شاء الله تبقى في المكان ده لازم تبقى انت كمان على قد قيمة دي وتبقى زي وان شاء الله كمان واحسن مصطفى المباراة الاولى مباراة النهائية مباراة كانت واحدة من محطات الصعبة في تاريخك وفي مشوارك كانت محتاجة متطلبك كتير جدا ازاي قدرت اتحضر نفسك لهذه المباراة خاصة ان هلعب قدام كمهوري النادي الاهلي مباراة هي كد مباراة صعبة بكل ظروف و بكل احداث طبعا هي كانت مباراة طبعا صعبة جدا وضغطتها كبير جدا خصصا ان انت غير انت تلعب طبعا قدام جمهوري النادي الاهلي أنت بتلعب نهاية أفريقيا أول مباراة أفريقية لك فالموضوع كان صعب جدا بس الحمد لله الواحد كان شغال أو زاكر والواحد الحمد لله بيشتغل على طول عشان لما تيجي لحظة الناس تحتاج تبقى موجود وده الحمد لله اللي حصل كان متوفي من ربنا في الأول وفي الآخر الحمد لله مصطفى مركز حراسة المرمى دايما مستوى الحارس بيبقى بالاستمرارية ووجوده في الملعب كتير لكن مصطفى أنا جايبه من على مقاعد البودلاء أنه يظهر بالشكل دوات تحضيرك أنت كنت جاهز مستنى الفرصة في أي وقت أعتقد اللي عب يستنى الفرصة عشان يزبق كفاته في ماتش زي دا ماتش بحجم وقيمة بطولة دورة الطالة أفريقيا بس أقول لك الحاجة البعد عن الملعب طبعا هو صعب وخصصا لياك حراس مرمى غزبا عنك لو بتنسل أنت عايز ترى في التواقف فين عايز تشوف والله يا كراميلة بحاول عبيبي يا كراميلة التاني اللي جا أقول لك أنت كحرس مرمى محتاج طبعا رجلك تبقى في الملعب كلمك بالبلدي زي ما بيقولوا يعني لازم رجلك تبقى في الملعب لكن حتى أنت بتيجي من بعيد بتقف أنت محتاج تعرف بقى حس أنت مش عارف التواقف صح بس أنت على قد تقدر التدريبات التأسيمات الحاجات دي لازم بتأخد منها كل حاجة على قد ما تقدر لأنه دا قدرك مش هقول لك في النادي الأهلي بس أن أنت كحرس مرمى عمتا البوزيشن دا بالذات أو حتى أي مركز تاني أنت بتيجي من بعيد لازم تبقى قد المسئولية لأن أنت جاي أنت جاي أنت جايبت لأي ابني هاي أفركت وش جايبت لأي ابني ماتش ودي فهتقول لي أن فيه كده وكده لأ هي ما فيهاش هي يا كده يا ما فيش فأنت بتحاول على قد ما بتقدر تكتهد وبتتعب عشان خاطر بتظهر بمستوى كويس وتاني أرجع أقول لك في الأول في الأاخر هو كرم التوفيم ربنا في الأول في الأخير قبل أي حاجة نبدأ في شنا من الحاجة هو في الأول في الأخير كرم التوفيم ربنا يعني طفا اليوم دا بالتحديد قولي تفاصيله ايه صحيت منهم بتكلم مين قبل ما تنام كنت بتفكر في ايه بتتكلم مع مين مسؤولية كبيرة ماتش نهائي دور أبطال إفريقيا تفاصيل اليوم دا كاب بالنسبة لك إزاي قبل المباراة قبل تسعين ديئة بص أنا ما كلمتش مع حد خالص أنا أصلا عملت قفلت مبويل يعني كنت قريدي قفل برضو السوشيل ميديا أكاونت ستاعتي كلها مش قفلها بس مش فاتح نوتفكيشنس بحيث ما يتبعث ليش حاجة مع خوشة شروف لأنه برضو الجمهور كان عامل حملة كبيرة جدا أنه هو يدعمك وده أنا عرفته بعد فساعات الدعم الزيادة أو الضغط الزيادة ممكن بيشكل العكس إنه يخليك أنت من أن أنت خلاص تمام متحفز أنت تضغط أن أنت تتوتر فأنا كنت شايف أنه دا الصح والحمد لله طلع دا الصح أنت قفلت على نفسك ركزت كويس قوي قفلت تليفوني حتى بعدها ناس كتير كلمتني يا عيبني كلمناك قبل الماتش كنا عايزين اللي هو أنا عارف وأكسم بله شكراً بس أنا للأسف أنا مكنش عارف أرد على واحد واحد عشان برضو أنا عرف حط نفسي في مود الماتش فأنا عادي صحيح تخذت فطاري رايحتي لي برضو بعدها شوية حتى برضو واحد صحيح كان يسأل لي أنت عرفت تتنم اللي هو قبل الماتش بص أول مباراة الرسمية كنت أفكر كتير عمتاً أول ماتش الرسمي ليا خالص كان قدام الترسانة في الكاس كنت أفكر كتير والحمد لله لعبته وتمام بس أنا لما جيت لعبت الماتش بتاعناها حسيت أن لا تمام عادي يعني أنا عارف أكل عارف أنام عارف أعيش حياتي طبيعي الحمد لله ممكن كان الواحد يعني لا يكلف نفساً إلا وسعها كان ربنا حطك في حتة عارف أن أنت أدفى تمام الحمد لله الدنيا كانت كويسة الضغطات بالنسبة لي كانت هادية كنت واصق في ربنا جداً وكنت واصق في نفسي كويسة وإن شاء الله هعمل حالة كويسة إمتى حسب بالقلق وإمتى حسب بالثقف المبردية؟ لا الغلق مش عايز أقولك طب في قلق بص في فرما بين قلق وتوتر قلق في قلق ده الطبيعي ده لازم تحسه عشان تعرف أن انت مركز ده طبيعي لكن لو حسيتش قلق انت كده هتوصل تبقى متكبر الدنيا هتروح معك في حتة مش كويسة فلازم يبقى فيه أهلأ بس فيه أهلأ صحي زي ما بيقوله أهلأ ده الطبيعي لكن توطر أو حاجة ده ده الفرق بينهم الثقة ممكن عايز أقولك من أول منزلت التسخين من أول ملقيت الجمهور بيشجع كده من أول ملقيت الدعم ده كله لا خلاص الحواحد لو كان عنده مثلا ثقة في نفسه وعشرة بقيت عشرين بقيت تلاتين بتعلم مع ثقة الناس فيك والحمد لله ربنا كرم أول مكالمة بقى بعد المباردة كانت معمين جالك مكالمات كتير جدا لكن مين اللي انت قد تحريص انت تتكلم معاه بعد الموردي أنا أول واحد بعد المتش على طول كان أخويا كان في المتش أخويا بيحضر لي كل المتشاط أهو تيكو تيكو أخويا بيحضر لي كل المتشاط هو يش يستعد علي عمتني يعني يكنش متش جيل الحمد لله من أين من القطاع وأنا خسرته هو دائما ييجي حتى أنا قبلها مثلا بيوم أقول لأ تيكو عندي مثلا بكرة متش كذا كذا فييجي فعرف أنه خلاص كذا متش إن شاء الله النهاردة بتاعنا فهو تيكو كان أول واحد شفته على طول بعد المتش أنا كنت لاستعرف أتكلم حد يعني كنت لسه خارج وكان زحمة فخرجت معاه في العربية فلاقيته بيحضرني وهائل وأنا فخور بيك وبش عارف بعد كيه كلمت والدي والدتي من التليفون يعني من عنده على طول أول مع كابتن شو بير قال لك بعد المتش هو أصلا قبل متش ولا بعد المتش قبل متش قال لك بعد المتش قال لك قبل كده هو بعتلي انجوي على الساعة مثلا واحدة واحدة ونص وفل هو وسيكت فكان في حد حتى منزل كوميك اللي هو بيقول لك كمّل يا كابتن شوف قول بقى عايز تقول له ايه فهم بس هو قال الكلمة دي وفعلا أنا أعتقد أصحي كلمة انت انجوي انت استمتع انت نزل تلعب ماتش في ضغطات كبيرة وفي جمهور وفي انت الحاجة الوحيدة اللي تخليك تأدي بشكل كويسي انت تستمتع حطيت نفسك فيزون تانية تانية حطيت نفسك فيزون تانية غير دي تعرف ان انت في مشكلة فبعد المتش برضو كلمني عادي يقول لي انا قلتلك وقلتلك انجوي وانت فعلا كان باين عليك انت بتلعب مش متوتر مستمتع حمزة بيحبك بول حمزة حمزة طبعا أخويا وكان واحد في ظهري برضو ساعة المتش وربنا يعلم انا بحبه وبعزه وهو حتى برضو في البطولة الناس شافت الناس شافت قديه هو تقلق واثبت ان هو يستحق بموجود في المكان اللي هو فيها لان اقول لك الناس غصبا عنها ما شافيتش لسا فتاة تقول لك يا طره هو كويس ولا هايبقى فينكوش هو كويس ولا بس الغاية ما انت بتلعب بتحاول تثبت نفسك وهو ده اللي قدر يعمله احسن 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 جول في افريقيا مشال الله مش في مصر مصطفى انت عارف طبيعي الجمهور النادي الاهلي ما بيرضاش بالحاجة اللي هي نص ونص نعايز الكمال دايما جمهور للنادي الاهلي مركز حراس المربع بالنسبة لجمهور النادي الاهلي ما بين حمزة ما بين مصطفى مخلوف هدف مصلحة الفريق بس انا مش هلخص الموضوع في اللقتي مع كبت محمد الشيناوي عشان الناس ما تاخدش ان انا عشان الواحد بيتكلم عليها كتير لان هو فعلا انا اخوات كبير فمش هاد اتكلم في ان اتكلم علاقتنا احنا الاربع ببعض احنا احنا الاربع ببعض مميزة جدا اه يمكن كمان يعني شبير حمزة مخلوف احنا سننا اقرهب من بعض الفرق بيننا بيني وبين حمزة سنة وبيني بين مصطفى ثلاث سنين فاحنا كل الان سننا اقرهب من بعض فاحنا حاسين ببعض عارفين لما مصطفى مخلوف طلع اول تمرينة احنا عارفين نقف جنبه ازاي يا مصطفى انت عتحيس بكذا جزع عادي طبيعي يا مصطفى انت مش عارف ايه طبيعي كل اللي هو مش 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 هولك من حكم الخبرة ولا حاجة احنا ديسة برضو ما عملناش حاجة بس احنا حاسين ببعض فاحنا علاقتنا مميزة جدا من بعض بلاص ان احنا التلاتة علاقتهم ايزا مع كابتن محمد الشناوي ففي الاول وفي الاخر احنا اللي اربعة مع بعض لا فيه كامستري حلوة الدنيا كويسة الاجواء لزيزة مش هتلاقي نفسانة مش هتلاقي الحاجات دي مش موجودة وحتى لما كان كابتن علي موجود نفس النظام برضو يعني كابتن علي لما بيلعب احنا كلنا في ظهر وعايزوني يبقى كويس كابتن علي لما لعبت النهاية بتاع افريقيا اما هو كان معايا في المتش كان موجود احتياطي في ظهري وعايزني يبقى احسن حاجة هي دي اللي علاقة ما بيننا دايما هنا مصطفى كان بطولة لحد دلوقتي مع النادي الاهلي ويحن نقوله في بدايات المشوار لسه عندك تطلعت كتير جدا بس كان بطولة انا مش عايز ابقى بطريق او بقى وري ان انا جامد بس انا انا فعلا يعني حمد لله هم الحمد لله الحمد لله يا رب والله ما ديمها نعمة ويا رب تزيد انهم الحمد لله كتير كان بالزبط انا عدتهم من الفترة بس انا للأسف نسيت بس مش هتلاقينا بس هتلاقينا وكذا حد من الرجالة كلنا في الناس كتير ممكن حتى الناس مشت تلاقينا هي مشت ولسه متأيدين في قائمة افريقيا فهتحسبت لهم البطولة وده اللي بيحصل معايا هو يحصل معايا حد لما توقف نادي زي النادي الاهلي بينفس على كل البطولات تساني الفات تتكلم في خمس بطولات في موسم واحد والسنة الجاية احنا وعدنا نعد البطولات برضو انت بتتكلم في تقريبا ستة او سامعة بطولات كاز قديم كاز جديد دوري ممكن مجموع البطولات اللي يخدها النادي الاهلي تخش لها في تسعة بطولات او تامن بطولات 몰� Sixteen انت بتتكلم في تسعة على تسعة تامن بطولات انت ان شاء الله انت ده النادي الاهلي تدخل بتنفس على البطولات كلها فلو خلت تسعة من التسعة تخيل انت جيت بالآيب الموسم خطة تسعة بطولات. فده كرير لوحده. ده تاريخ لوحده. يعني مش عايز اقول لك مش هعد عشان خاطر. ان شاء الله اللي جاي كمان يجو. ولما الواحد بقى ان شاء الله يلعب ان شاء الله الاول. يبدأ مسيرة كويسة ويجي بطر ان شاء الله يبقى يعدهم يعني ان شاء الله. بإذن الله مصطفى. مصطفى يعني عايز اروح للموسم الماضي. خمس بطولات. بيشي لكم مسئولية للموسم القادم ولا بيدي عامل دفع ويرفع الروح مع نوال اللاعبين. اكيد فيه جزء بيشايل ضغوط ان انت مش مقبول منك ان انت تتفقد اي بطولة. الاتنين زي ما انت قلت هو جزء بضغطك وجزء بيديك حافظ ان انت عايز تحافظ على البطولات اللي انت خدتها مش عايز تطلع براك. وفي نفس الوقت في بطولات جديدة انت عايز تبقى واخد دي واخد دي. فانت كنادي اهل انت بتحاول تخش كل البطولات عشان تاخد كل البطولات. حتى لو كانت كسر رابطة. يعني كسر رابطة لما لعبنا بالشباب كنا داخلين برضو حاطين في دماغنا ان احنا عايزين ناخد البطولة. مش نظهر بس بشكل كويس. فهي الفكرة في كده طبعا هو بتشكل ضغط كبير. بس في نفس الوقت هو ده ادرك النادي الاهلي. انت عادت تاخد الدوري سنة والتانية والتالتة اخدت افريقيا سنة والتانية. لما جات التالتة حصل دروب. هكي ان فيه كرسة حصلت مع ان اك واخد سنتين لقبلها. وظروفها كانت صعبة للبطولة التالتة. بس انت قدرت توقف تاني والاهلي لما بيوع بيعرف يقوم. زي ما ابشا بيقول. فانت مش مل جاي. فانت عارف كويس قوي انت 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 كنادي سيستمتعك ماشي ازاي وهتعمل ايه. فانت بترتب تحضر كل حاجة بتحسب كل حاجة كويس قوي. وبتبقى عارف ان انت انت هتبدأ بالسوبر الافريكي اول متش. بعد سوبر الافريكي عندك التمهيدي بتاع افريقيا. طبعا المعايد بيحصل فيها لاغباطة كتير. بس احنا بنحاول على قد من يقدر تبقى جايز لأي حاجة. وفي نفس الوقت احنا عندنا الحمد لله متقايمة كبيرة جدا. فيها لعبة كبار جدا حتى باللاعبة الصغيرة. وعلى مدار المسلمين اللي فاتوا في ناس كتير لعبة تظهر بتشكل كويس مع الاضافات اللي جات لنا كمان. يعني انا انا شايف ان احنا ان شاء الله جاهزين لكل حاجة بإذن الله السنة. مصطفى شبير انا عارف على مدار السنين الماضية جاء لك عرود اهارة كتير وفرق لكن مصطفى تمسك بين النادي الاهلي والاهلي تمسك بمصطفى شبير سواء ميشيل يانكون سواء مستر كولر لا متمسك بوجود مصطفى شبير واحد من الحراس المستقبل مش للأهلي فقط ولكن لك الكرة المصرية. مصر ربناو يجيب شغل الخير. كذا مرة كذا عرض جاء من دخلين هو في سنتين كل ما بيجي فترة انتقلات الحمد للواحد كان بيجي له عروض. بس الفكرة في في اول وقت خالص الواحد كان حس انه لا مش دلوقتي. بس لما حس انه هو خلاص محتاج يطلع النادي شاف انه مش دلوقتي. فدايما في الاخر قلبت اللي هو لا النادي مش عايز طب انت عايز. لا انت مش عايز طب النادي وهكذا. فضلنا كده شوية. بس في الاخر يعني على مدار اخر سنة ونص طبع الواحد نفسه يقعد ونفسه ليه دور. بس انا كنتش كدت موجة نظر ان الواحد يطلع عراء احسن. ان لو بحس يكتسب فرصة لعب وياخد خبرة. بس الحمد لله زي ما بتاك ربنا بيجيبش غير الخير. في الاخر قعدت وفي الاخر ربنا كتاب لك حاجة تانية مع انت اصلا لو قاعد تكتبها بايدك مش تكتبها لنفسك بالطريقة دي خالص. تكتب لنفسك ان ان انت في ناس كتير ما لعبتش نهاية افريقيا قبل كده في حياتها. فيبق انت اول مباراة رسمية افريقية ليك تبقى نهاية افريقيا. والحمد لله تتوق بالبطولة كمان فده حاجة كبيرة جدا. عشان كده بقولك كرم من ربنا وفي الاخر يعني هي النصيحة انا بقولها لأي حد. ما تودش تحسب لها. ما تودش تحسب لها خالص. انت سيب ترتيب ربنا هو اللي ياخدك. لان ترتيب ربنا احلى بكتير من اللي انت ترتيبه لنفسك. وفا معسكر النمسا. عايز اختم معك باجواء معسكر النمسا. توقيته مهم جدا خاصة ان ان اخلص المعسكر يبقى عندي بطولة السوبر. اعتقد دوافعها بالنسبة لكو كلاعبين ان انا نبدأ الموسم ببطولة. اعتقد امر مهم جدا. بنكرر معا سيناريو الموسم الماضي لما حقنا السوبر على الزمالك في الامارات. اه معسكر مهم جدا ومفيق جدا للفرقة وكنا محتاجينه جدا. لان تاني انت بقى لك قدين بتعملش معسكر فترة اعداد. وان انت تطلع اوروبا اخر سفريكة اسبانيا من 2019. فانت بتتكلم ان الطبيع اصلا هم بره كل سنة بيطلعوا بريسيزن تاهم. احنا ما عندناش بريسيزن اصلا. احنا عندك تلحم الموسم ده من الموسم ده. فهي الفكرة ان انت قدين انت محتاجوا معسكر ده? لا محتاجوا جدا. لان انت خدت الشين يوم فصلت فيه معنى الكورة تماما. ابعت لنا شوغل اشتغلناه اخر عشر ايام. بدأنا نكمل. بدأنا نرجع التمرين. بدأنا التمرين شدته عالي لغاية دلوقتي. عشان خاطر توقف على رجلك لان انت هتشاغل اسبوعين. هتكمل بيوم تمن شهور تقريبا من موسم كامل او تسعة شهور. فانت لازم تتعفل الاسبوعين دول. وزي ما بقول لك الاجواء هنا تحفى الجو حلو. شمس النهر طلع شمام من يومين ما اضطرت علينا. وديميست الجو في اوروبا ان انت دايما عارف تتأقلم مع اي جو. واحنا مبسوطين مستمتعين. معاسكر بصراحة معمول بنزام جدا باحترفية جدا. ملاب تدريب قريبة بكل حاجة كويس كلها بتوفر اللي. ايه اخبار مانويل نوير وياسين بونو مع مصطفى شوفير. ما دخلناش بالقصة دي عشان في الاخران اللي بيتصفى علي. فلا لا والله هو. لا لا هو. طبعا نويرت عادي شفت واتصورت معا عادي صورة عادية وممشيت. سلام عليكم وعليكم السلام. اقولت له اهما يا قدوتي بس هو ده اللي حصل بس عادي. حكيت اللي حصل. بس نستخده بطريقة لزيزة صراحة بحبها. حتى انا اخدها حتى انا باتحك عليه وابعتها له صحابي. مش صحاب اللي بيبعتوا لي حتى. اللي بتاعت برضو ياسين بونو دي هو رجل مطاضع جدا ومحترم جدا. كل ما بعت له بيرود علي عمله وي. مايرودش علي بعد كده خلاص عمله وي. بس. شوفير اوفا انا بشكرك يا اوفا اتمنى لك التوفيق. اه ومشانسة يعني كنت تكلمت على تيكو لكن انا اختم معك بولدتك يعني في كل مباراة في كل احتفالية انا دائما بشوف بتكون برضو الشي السعادة عليك اوفا. طبعا والدتي هي الاساس. انا بقولها دائما هي دعواتها. لا طبعا اقول تيكو عشان بيجي بيحضر ماتشات. والدتي ما تقدرش تحضر ماتشات. لا. في ماتشات يتيجي لنكابل. لا لا لا. والدتي ما تقدرش هي حضرت ماتشو الحرس. ماتشو الحرس. في البيت وصريخ وطنطيت وشغلان. فانا طبعا لا. طبعا اقول لها هي اقول لها ربنا خليك لها امي انتي كل حاجة بالنسبة لي. ومن غيرك ومن غير والدي ما كنتش عب انا اللي موجود فيه دلوقتي ولست ان شاء الله اللي كمان. ولو اي حد بيشوف مني اي حاجك ويسا فده بفضل ابو ربنا علي طبعا وابو امي في الاول وفي الاخر. الواحد مع تاني يقول لك اللي عم بيعافش يعمل اي حاجة. هي مش يا توفيق ربنا. وكرم ممكن يكون ربنا بيكرمك عشان خاطر والدك والدتك بس. شكرا كوفة. ماذا لك التوفيق. ربنا يخليك شكرا. ممكن تكتهد لكن ربنا دايما هيكرمك عشان خاطر والدك والدتك. كلمة كلمة مهمة من مصطفى شبير. وزي ما قلنا حرصة مرمى النادي الاهلي بخير وفي امان وجود القيمة والقامة الكبيرة. قابت الماصر والنادي الاهلي الكابت محمد الشناوي. مصطفى شبير وحمز علاء ومصطفى مخلوف. طم من كل الجماهير النادي الاهلي. حرصة المرمى الاهلي في امان من جديد. تعود الكلمة للزمالية في الاستوديو. اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى عزائي المشاهدين. خلوني ارحب بديو في هذه الفقرة النجم الكبير. كابتن محمد حشيش. زك كابتن حشيش. حبيب اسلام. برا حضرتك ايه. كله تمام. ايضا استاذنا الاستاذ عصام شلتوت. زكا استاذنا. اهلا مع حضرت كابتن اسلام. اهلا اصحي. كله تمام. تمام. زكا اصو زعف. اخبرك يا اصو زعف. اش هكلم انا اوش هفتع بقي. اخبرك ايه. اخبرك ايه. كله تمام. زكا كيم. اعمل ايه. الحمد لله. عشيش انا طبعا بستأزين كله. انا دايما معهم شوات حركات كده. عموما. دول الشباب اللي ان شاء الله يبقى قد الدنيا. هم قد الدنيا بالفعل يعني من جهدهم يعني انا كبت. انا بنشارك لسائل لشان خطبته. مين? مش هبارك لحد ده. ليه خمسنان. لده. انا بقول له فكر. فكر. لا لا لا. فكر اه? لا لا لا. اكيد بنتفرق. طيب عموما هنبدأ النهاردة. وزي ما قلت لحضراتكم دايما كل يوم اثنين بيبقى معانا مجموعة من الكبار اللي الموجودين في نيد الاهلي علشان نقدر نتكلم معهم فيما اخص قضية قضيتنا النهاردة هتكون عن شكل الدوري المصري. شكل الدوري المصري هبقى عمل ازاي من وجهة النظر. وحنجيب لحضراتكم امور اخرى كثيرة جدا. تليفونات او اسكايبات او حتى لقاءات ستكون معانا خلال هذه الفترة علشان نصل الى توصيات في النهاية. عموما خلونا نبدأ هذه الفقرة والفقرة الدائمة قضية البيت الكبير وكالعادة زي ما حضراتكم تعودتم معنا هنبدأ هذه الفقرة كابتن حشيش بعد إذنك وكابتن أستاذ عصام وكابتن أحمد وكابتن كريم هنطلع نشوف تقرير عن الكلام اللي هنتكلم فيه النهاردة ونشوف إيه اللي هيحصل فيه شكل الدوري المصري وبعد هذا التقرير نرجع بقى نفتح ملف هذه القضية أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى حينضم لنا في هذا الحوار أيضا الحج محمود الشامي عدو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق ورئيس شركة الكرة في بلدية المحلة يعني إذاك حج محمود ألو حج محمود سمعنا أولا في حاجة في الصوت أعلا لا لا سمع دلوقتي سامع ذاك حج محمودا على الهوى هو معنا كابتن حشيش بيسلم عليك وستاذ أصاب شلتوت أهلا وسهلا سعيد وحمد سابت السلم يعليم كتير سعيد جدا جدا وحشنا جدا وسعيد جدا طبعا كابتن حشيش واخوية كبير طبعا سلتوت وحشني جدا وحشني وصان طيبين ما أنا أخليك حج محمود طيب خليني أبدأ حج محمود وأبدأ مع كابتن حشيش كابتن حشيش يعني برضو النهاردة مهم جدا كيف وصل الدور المصري إلى هذه المرحلة اللي احنا فيها وهي الأسباب من وجهة نظر حضراتكم جميعا وطبعا الحج محمود هكون معاني هو الحقيقة مش سبب واحد هي عدة أسباب لأن عشان تعمل دور كويس له عناصر كتير قوي أهم حاجة أنا في رأيي الملاعب ملاعب كرة القدم أساسا لو أنت عايز تعمل مستوى كويس في كرة القدم لازم بقى فيه ملاعب كويسة احنا زمان كان كل فرقة من الفرقة أيام ما كنت أنا بلعب أي نادي كان لech الأستاذ بتاعه الخاص اللي تروح نلعب عليه دلوقتي فيه فرقة كثيرة في الدورة بتروح تلعب على أستادات تانية يعني فيه أكتر يعني أستاد المقولين تلاقي مثلا بلعب عليه المقولين بلعب عليه فرقة تانية وبلعب عليه فرقة تالت أربع خمس فرقة أربع خمس فرقة كذلك مش عارف المصري بيروح اللعب في حتة تانية أندية كثيرة من الموجودين وخصوصا الشركات كمان اللي طلعت في الخمس سنين الأخرانية برضو الملاعب قليل أيضا الملاعب الملاعب دي مهمة جدا جدا تاني حاجة طبعا الحضور الجماهيري حضور الجماهيري هو أساس كرة القدم هو الجمهور عنصر مهمة جدا جدا اللي بيحمس اللعيبة ويحفز اللعيبة إنها تأدي وترتقي بمستوها أنا بتكلف أجالة طبعا لأن كل حاجة من دي لها طبعا نحن نتكلم في الأول في كل حاجة من دي لها نتكلم دلوقتي مثلا على التحكيم من ضمن العناصر المهمة اللي ترتقي برضو بالمستويات بتاعة كرة القدم لعشان محصلش اعتراضات كتيرة ومحصلش إقافات ومحصلش ومحصلش التحكيم مرتبط بالفار الفار مرتبط بالتصوير التلفزيوني لازم يبقى فيه تصوير تلفزيوني كويس عشان يقدر الفار ياخد قراراته سريعة ما تبقاش اللي احنا بتشوفه في التلفزيون هو الفار اللي بيشوف ولازم بقى فيه يعني تصوير أحسن من كده كذلك القوانين واللواح اللي موجودة لازم تتطبق وتتطبق على الكل وما يبقاش فيه ده لأ طب نستنى من نبعت لانجلة الانضباط لا كذا فيه قوانين وفيه لواح تتطبق على الكل كذلك لو هرجع على الموضوع الاستداد تفعيل موضوع الكاميرات عشان ما جيش مثلا اتنين تلاتة هيعملوا مشكلة يتعاقب عليها الجمهور كله قانون يعني فيه الكاميرات موجودة تجيب العناصر دي وتبعدها وتاخدوا العقوبة ما جيش مثلا اتنين تلاتة يروح معا ما فيش جمهور بدون جمهور المغرار اللي جاي للنادي الفلاني القصة دي كلها كذلك لازم بقى فيه بقى تنسيق أساسا من الناس اللي بتعمل القرع والجداول فيه اكتر من نادي مشترك في اكتر من البطولة لازم بقى فيه تنسيق معاهم مع المديرين الفنين بتوع الانديا اللي مشتركة في البطولات دي لازم بقى فيه تنسيق عشان برضو احنا عندنا مشكلة طبعا الدور المصري بتلاعب في مصر في قرية افريقيا طبعية قرية افريقيا والبعد المسافات بالنسبة للانديا اللي بتشترك في البطولات الافريقية ده ممكن يأثر برضو على انتظام الجدل. الفرق اللي بتروح تلعب مثلا في جنوب إفريقيا. دي محتاجة فترة كبيرة. فبالتالي هيبقى صعب. لازم يحط سيستم كامل للموضوع ده. لأنها مش عنصر واحد يعني. أستاذ عصام. هي كابتن. يعني العناصر هي موحدة. هي تحتاج بس بعض الشروح. لكن ليه خلونا نلاقيها. وكأن احنا بندور على الاختراعات سبقنا لها ناس. بالعكس الملعب الأرضيات يعني متاح جدا وأفيلابل إن احنا نعمل ده من 20 سنة. مش دلوقتي. والدليل إن فيه شركات بتاخد الشغل ده حتى الآن وكذا. لكن بتعمله في أني كاتجري. بتعمله هو ده ولا لأ. وفي نفس الوقت فكرة التوافق على إيه. يعني مش مشكلة. يعني إيه مش مشكلة وأنت لا قادر يبقى عندك ملعب مع إن بعض المحافظات اللي فيها عندها. إذا لم يكن النادي نفسه يمتلك تلاقي المحافظة عندها. تلاقي الجمع عندها. يعني والمحافظات كثر اللي فيها ده. ده ده فيه في الصعيد أكتر من محافظة فيه في أسيط دي. مدينة كاملة بتاعت إحدى الشركات. الله رحمك كابتن جاري وهي ذكره. هذا العظيم يعني الإمبارح. لا ده ده أنت عندك مكان وكأنك في فيينا دي كده في يعني المنطقة الأبعد من العاصمة حيث التدريب بقى متاح وكذا. وبالتالي يا كابتن كل الحاجات اللي قالها كابتن حشيش عشان لا نعيد يعني ترتبة أو ذكرها هي العنوين الرئيسية. مين يشتغل على ده ما أسهله. مين يقدر يعمل ده بدل ما كل شو. بالضبط بدل ما كل شو واحد يقول لك الكل على جنب. ويقول لك بص إحنا عندنا. إنت عندك أحسن أرضية. عندك تصوير. رغم أننا مخازن تلفزيونا فيها أفضل الكاميرات. أفضل مانسين. أفضل مخرجين للأمانة. لكن إدارة المحتوى وإدارة الناس. الإدارة. مش بقى بتاعت الحكام يقول لك المانجي منت. لا يا حبيب. الإدارة بتاع الإدارة. ومش إدارة والتخصص. حيث عايز تجيب شلطوت مع كابتن إسلام. عشان حبيبه لازم تجاب تحشيش وثابت وكريم. وخدنا فوق البيع. لكن ما جبنيش أنا وأنا مصدر الإلهام. وأنا وعدين فين كام ليه إزاي. ما حدش هيقول لك لا. وهتشيل بعضها. وفي أوروبا مش ملايكة بجنحة. لكن فيها كابتن شعار في المعقول. يعني لو رفعنا شعار في المعقول. أنا بقى في هتة تانية. يا فكرة حلوة جدا. اللي حليك بتقولها. طبعا. وبما أننا بنتكلم عن الإدارة يا أستاذ عصام. خلينا نروح للحج محمود الشام. يا حج محمود أهم ما قيل النقاط أو النقاط اللي اتقالت دي كلها نقاط مهمة جدا. ولكن أنا بتتفق مع الأستاذ عصام أن نقطة الإدارة. وحضرتك كنت عضو مجلس إدارة في اتحاد كرة القدم المصري. في الحقيقة في واحد من الاتحادات من وجهة نظري العظيمة. يعني. قولي رأيك في اللي بيحصل. وشايف لو نقدر نوصل يعني أو إحنا إزاي وصلنا لهذه المرحلة من عدم انتظام بطولة الدوري. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا. يعني أنا عايز أقوله لأن الكرة المصرية بتمر بأصعب فتراتها حاليا. لأن الأسباب عديد. أولا المتويرات السريعة جدا يا كابتنة الإسلام اللي حصلت فيه الدوريات اللي حوالينا. ما حصل في الدوري السعودي ووراة الإماراتي. والناس إحنا وقفنا أو تراجعنا شوية. والناس بتنطلق انطلاقات غير مسبوقة. وبتسحب البساط منك جماهيريا وفنيا وإداريا في كل المحافل سواء من الناحية الاسيوية من ناحية السعودية والإمارات. ومن ناحية الأفريقية من شمال أفريقيا في المغرب. وشوفنا قد وصلت المغرب لربع كأس العالم. وقد حصل التخطيط والدخل الأفريقية. إذن إحنا بينسحب مننا الريادة وبينسحب مننا البساط. وخلينا نتكلم متلأمنا. يعني عشان زملائنا وهم زملائنا. الحدث أكبر بكثير من الناس. وليه بيتسحب؟ يعني حالك بتتكلم كلام مضموحة. يتسحب. يتسحب. لإن التطور اللي حدث أعلى بكثير من إمكانيات اللي بيديره الكورة المصرية. الكفاءات اللي موجودة ما يزعلوش مني. أنا ولا لي طموحات ولا قفلت الملف. بس عايز أتكلم لأن أنا فعلا عايز أستغل هذا المنبر المهم موجود حضرتك. وجود كابتن حشيشة وانا اشتغلت معاه في الفروع وكابتن سامشانتوت واشتغل معايا مع كابتن سامير وكابتن حرب وكابتن هاني واشتغلنا وفي ظروف أكد أصعب بكثير من كده وكانت مفيش الإمكانات المتاحة. لا فيه إمكانيات حجة حمود لكن توظيفها أستاذ عدراك توظيف الإمكانيات حجة حمود يعني توظيف الإمكانيات حجة حمود ما عندناش في مصر أكتر من أنك تلاقي إداريين مطلعين ما عندناش في مصر أسهم أنك تترجم خمس دوريات خليها بالعربي ما حدش عايش نتاوي بس لكن ليه ما حدش فاتنا غير عشان إحنا بنسيب ده حجة حمود بس عشان لها نفس على نفسنا وبعدين حضراتك قول بقى باعتبارك جوه مطبخ نادي ثم اشتغلت في مجلس الحقيقة كان مجلس بيحترم الكرة المصرية نوعا ما لكن في نفس الوقت ما حدش يسحب مننا فكرة أن كل الحكاية تعطيل عن جهالة عن تعمد عن عدم قدرة على المتابعة يا راجل إحنا تلبين ترجمة تلبين ترجمة للخمس دوريات ومشروع الفيفا اللي كل طبقه ما بقتش شمال أفريقيا ده بقى غرب وسط وجنوب الكل كليلة ما فيش حاجة نقصانة خالص تفضل يا حاجة محمود دي النقطة اللي أنا عايز أتكلم فيها بان الفرق بيزيد لأن الحركة أصبحت أسرع ما كانت موجودة في العشرين سنة اللي فاتت إحنا مشكلتنا وأنا بشكر الحقيقة كابتن حشيش إنه هو في أقل من خمس دقايق يتكلم في المحاور الرئيسية الخمسة اللي إحنا نتمنى النوم على أرض الواقع ونفتح لهم ملفاتنا ويبقى ده محور كلامنا في اللقاء النهاردة لأنه ده نقطة مهمة جدا 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 النهاردة حتى الآن مش بداية دورة أنت عمدتش القرعة في حضراك النهاردة أنا ممكن أنا نادي يفوجع أنه بيلعب في الجونة وفوض يسافر بعد خمس أيام فتوقيتات ففيه صعوبات شديدة جدا جدا عايزين أتكلم في أي المشاكل اللي موجودة ويحلولها لأن الحلول واضحة جدا لكن عايزة جدية والحقيقة عايزة ناس مقاتلة يعني عايزة لأنه لأنه الملفات الخاصة بتطوير الرياضة المصرية وزي ما قال الكابتن أصم ما فاش اختراعات هي واضحة جدا هي معايير من أكثر من خمسة عشر سنة محتاجة أقول لحضرتك كفاءات وكل واحد يشتغل شغلته وتكون دي شغلته اللي هو مفاهمها ما يكونش بيقديها بدون فهم أو بدون خبرات سابقة بيستدعيها وقت الأزمات لأنه كورة القدم ما هيش حاجة بس لوائح وقوانين هي خبرات خبرات التراقمية دي ما بتظهرش إلا في الشدائد وفي التفاصيل ما قدرش إن أنا أفتح الصفحة الفلانية أحل أزمة ومشكلة فلازم يبقى فيه الكوادر والكفاءات اللي موجودة والتنسيق المستمر ما بين الروابط ما بين اتحاد الكورة المصري وبين لجانه المستقلة وليجانه الأساسية الفنية خليه تنحل ما بتنحل 24 ساعة وفروغه عشان يتعدي الأزمة ويقدر ينطلق ويساير التطور اللي حصل في الدوريات الأخرى في آسيا وأفريقا طيب أحمد أتفضل كنت أعشيش قبل ما أنا عز أقولي حاجة برضو هي القصة يعني شغل أعضاء مجلس الإدارة ده المفروض أنه يبقى شغل كتير جدا وموجود كبير جدا جدا القصة ما تبقاش محصورة في ملفات بس المنتخبات الدوري أساسه لو تعامل صح هو اللي حيوصلنا المنتخبات كويسة إنما احنا بنيجي في الآخر نلصن بس المنتخبات بتاعتنا طبعا بمشاكل اللي أنت حضرهاك عارفها بتاع المنتخبات فكرة الحروق كمان لأ وفكرة كابتن حشيش إن الروابط هي اللي شغالة في الدوريات والالتحاد يشتغل في المنتخبات ده كلام أمعليش كلام هاوي الكلام المحترف هو الأمباريلا الأسسية هو الاتحاد لمصر لقرط القدم والتنسيق كان ما بينه وبين الروابط وما بينه إنه أصلا اللي زي ما حضرهاك عارف طبعا وانت شغل في المنتخبات القيرة واشتغلت معنا سنين يعني إيه حضرتك تشتغل بدوري واحد مثل ما تربطه بدوري المحترفين وامتاز به والمراحل السنية وقطاعاته الناشية هي ملف كامل ورؤية كاملة يعني معلش حاجم حمود أنت هنا تتكلم عن أن ربطة الأدية تكون تابعة للتحاد كرة يعني الأساسي بقى في التحاد كرة القدم لا مش تابعة عزلة دي في كرة القدم مستحيلة يا ريتها يا ريتها جزر يا حاج زي ما تكلم الكامتين الحشاء على موضوع الملاعب لا زي ما تكلم على موضوع الملاعب زي ما تكلم على يا حاجمود الرابطة أساسا معمولة غلط يعني إحنا عملنا رابطة غير كل الرابط اللي في العالم في العالم بورد ثم مع خبراء تسويق ثم مع خبراء في الباست عشان يبيع ثم بيقدمنا الخبراء دول دول ايه مستخدمين مش خبراء اللي هو عامل شعره كده وبيكسه وبتاع لا ده اللي هو زي أحمد وكريم ما شاء الله تقول له تاخد عشرة يقولك لا عايز تلتمية لأنه دخل لك خمسمية فالتاني يصرف عليها على الملعب وكذا انت هنا بتأمل رابط عشان ناس تفكر لها توزع على ايه الفلوس بالتساوي وهم تقريبا 18 واحد جنجح واحد بترشيح 16 نادي من 18 واحنا مش عارفين خبراتهم هما ايه غير ان كل نادي اطلق اسمها حد طب موافقين هاتو برد لكن فين بقى في الربطة دي مين اللي بيسوى مين هنا ماقاش هادة تسويق من جامعة التسويق مين ماقاش هادة هيروح الملعب من مواصلات الملعب ما عندناش ده عندنا شكل ثم خلاص تفضل عاجب احمود بس شكرا احمد وكريم انا اسف يا جماعة لا لا اتفضل لا لا اتفضل احنا عندنا وقتنا اتفضل لا 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 اتفضل لا لا اتفضل رد برضو حاجة بس المهم الكلام لا لازم نربطه مع بعضه فلازم حداك اتفضل حاجب احمود انا عايز اوضح بس حداك احنا لما رئيسة الربط في 2016 الشباب اللي موجود ده وكان معنا فيما البادل وكان معنا الستاذ زيد عمار هما دول حداك بتقول اللي هما بيعملوا الافكار والحلول التسويقية ونقط اللي موجودة اللي بتطور زي وانا عايز اقول لك بمثالة امانة لما اشتغلنا في 2016 لقينا المسكين لكل الناس اللي بتعمل الافكار والشغل اللي موجودة في امارات والسعادية كلهم مصريين كلهم الشباب اللي حداك قعد ماجر ففعلا حضرتك اتمنى الربطة في المسم ده تبدأ تستعين بهذه الخبرات زي ما حداك بتقول والديم هذي الشباب اللي احنا بنشوفه في كل المجالات دلوقتي وواعد جدا وعنده افكار تسويقية وتطوير القرى المصرية وهم بدأوا خطوة الحقيقة في موضوع احسن لاعب في الشغل لكن الشغل العام والرؤية العام ده قد النهاردة يطلعناها استراتيجية كاملة تقول لنا الموضوع الملعب لان احنا برضو عندنا الفوضى حصلت شجية جدا جدا هي اللي عملت المشكلة اللي كلمة عليها كابت الحشيش انك انت بتلاقي نادي بيلعب على خمس ملعب وستة ملعب اللي هو استحواز الشركات بدون دراسة على الدوري المصري بدون برؤية لو كانت بيتطبق الترخيص والمعايير اللي حطها لاتحاد الدولي مقفينه سعب على القمسة وعملنا ما كنا هنشوف البنك اللي عنده نادي وزد عنده نادي واحترامي كامل لهم دول اللي يستحوزوا على اندية محاوزات يوسعوا قاعدة لهم قدرة تسويية ودعم كرعاة بدل ما يكونوا اصحاب اندية منافسة في حتة واحدة واصبحت كرة القدم كلها في مكان واحد بنلاقي نستذكره فيه سبع تمنى منتخبات اندية اربعة خمسة من الدور الممتاز وابتعاتها ممتاز به وبدأت الدنيا والملاعب تنهار احنا عندنا نادي البادير لما تنهار المحلة بيمثل سبع محافظات ما عندهمش نادي موجود ما كانش موجود الكلام ده زمان كان السويس بقى موجود وكانش بيم متابعة موجودة وكان المتعة موجودة وكان ممكن يحصل التطوير والاستحواز والتسويق في الظل الاندية الموجودة بتمثل محافظات وتمثل مدن عشان متعة جنهلية كمان المباريات التأخير اوي 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 الاعداد وتحديد الاعداد المحدودة في المتشاط الدوري انا الاوان ان الدور يرجع ده بالنسبة للجماهير هنا حاجب الحمد لله احنا بننع العدد الجماهير النسب يعني اتمنى القرار الـ 50% اللي هو اللي يطبق فعلا من الساعة الجماهيرية ان احنا محتاجين جدا عودة الجماهير بحقق وحقق للقرى المصرية تمام احمد برضو وقاسف يعني اتدخلت يعني لا 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 بالعكس ما احنا كلنا يعني ما فيش مشكلة خلص احمد برضو في اطار الكلام اللي احنا بنتكلمه ده مهم جدا جدا نعرف وده الاهم دلوقتي احنا خلاص الكابتر حشيش قال خمس أربع خمس أسباب مهمة جدا وهي الأساس انا بشوف ان تطبيق القانون تطبيق القانون يعني انا كنت بسمع ملك وكتابة من شوية بتفرج على ملك وكتابة وهو انس عادلي هو بيتكلم على عدم تطبيق القانون في ظل يعني في السعودية تقدر تشوف حد من اللاعبين او من المدربين او من الجماهير يقدر يعمل حاجة ولو عمل حاجة عقوبته بتبقى شديدة جدا وده ما بيحصلش في مصر ده ليه بقى عشان هم عندهم ليحة الليحة دي معروفة بداية الموسم كل الاندية بتبقى عرفة الليحة يعني العقوبة موجودة مفيش بقى بتحصل زي الكيد مثلا زي أزمة الكيد اللي حصلت في الفترة الأخيرة النادي بيتأجله ثلاثة أيام الكيد بتأجل فترة الكيد ثلاثة أيام دي عمرنا ما شفناها او نادي بيحصل في يناير بيقيد اللي هو مفروض الكيد الشتوي في يناير بيقيد صفقاته في فبراير بتحصل بس في مصر الكلام ده ما ينفعش يحصل الكلام ده بيحصل بس في مصر لازم في الدولة المصر يعني لازم الحاجات دي تتعدل على فكرة بالمناسبة إحنا الذي وصلنا له أو تراتبنا حاليا بالأرقام. إحنا الدوري رقم Không gratis على العالم. بالأرقام موقع Team Formerver الإنجليزي. عمل تصنيف لأقوى الدوريات على العالم. الدور المصري. لو نستعرض الإحصائية. هلloyd at cook. طبعا أقوى دوري في العالم. الدوري الإنجليزي. الدوري الأسباني. بعد كده الدوري الإيطالي. الألماني ده قبل ما الصفقات تحصل. بتاعت الدوري السعودي. الإنجليزي. بعد كده الأسباني. بعد كده الإيطالي بعد كده الألماني بعد كده البرازيلي دول أقوى خمس دوريات في العالم الدور المصري ترتيبه المية و13 على العالم هل تسبقه أي دوريات عربية أخرى؟ المصري الرابع على أفريقيا أول أقوى دوري في أفريقيا الدوري المغريبي يا ليه الدوري الجزائري ده الكلام اللي كانت بيقوله كانت حجيش والحج محمد والأستاذ عصرهم أنه هو المغرب عدتنا بكتير المغرب عدتنا والجزائر وتونس وبعد كده مصر يعني حتى لو نستعرض معنا الصورة الدور المغريبي الأول الدور الجزائري الثاني الدور التونسي الدور المصري هادي دي الإحصائيات دور المصري شوف أنت وأحمد تاريخ الدور المصري بالنسبة للدوريات دي إيه؟ الدور المصري ترتيبه كام؟ 113 ده دول أقوى دوريات في العالم الانجليزي الأسباني الإطالي الألماني كمل برازيل فرنسا هات اللي بعدها دي أهم واحدة اللي هي اللي جاية دي الدور المغريبي هو واخد 64.5% بعد كده الدور الجزائري 63.2% بعد كده الدور التونسي 62% بعد كده الدور المصري 59 يعني الدور المصري بقى رابع يعني أفضل دور مفروض الدور المصري طول عمره رقم واحد في أفريقيا من إيه الأسباب اللي وصلتنا لكده؟ اه أنا بشوف أن أول حاجة إحنا محتاجين لازم الإكتراح ده يبقى موجود أن إحنا لازم نقل العدد الأندية في الدور المصري لازم لأن دي بتعمل مشكلة كل سنة أنت عندك 18 نادي ب17 مباراة في اتنين كل نادي بلعب 34 فتضطر أن أنت تخلص الدوري واحد تسعة وواحد عشرة طب ليه ما يكونش فيه فكرة من الأول أصلا أن أنا بلغ الأندية جماعة أنه هيبقى في اتنين كمان زيادة في الهبوط ويبقى الدوري يبقى 16 نادي أعتقد أن ده هيبقى حل من الحلول المهمة جدا 16 ولا 14 16 يعني في البداية حتى تبدأ تدريجي تبدأ حتى ب16 نادي 14 أولي القياسة على تعداد السكان يبقى حتى 16 يبقى كل نادي حيلعب 30 مباراة في الموسم تبقى أخف شوية من 34 يبقى أنت أوفرت شهر دي أول حاجة الحاجة الثانية بشوف أن لازم لازم يكون فيه رئيس حكام أجنبي صاحب شخصية قوية زي كلاتن بيرجي كده لما كان موجود شفنا بصراحة كان أحسن رئيس لجنة حكام مسك في الفترة في السنين الأخيرة صاحب شخصية قوية عنده حساب ما بيخافش من حد ما فيش رئيس نادي بيكلمه في التليفون يقوله أنا عايز حكام معين أو حاجة معينة الكلام ده ما بيحصلش غير في الدولة المصر لكن لما يجي لك رئيس تحكيم أجنبي خلاص الراجل بيبقى محدد الحكام بيقيم بيدي سواب وإعقاب بتحصل الحاجات دي كلها مع رئيس تحكيم أجنبي نقطة التالتة اللي بشوفها مهمة جدا زيادة عدد الجماهير الجماهير الدورة السعود احنا لسه كنا بنتفرج على مطش التحاد جدى والنصر الهلال الهلال 30 ألف أو 35 ألف هنا في استادة الكاهرة مثلا في مباراة الأهلي والرجاء أو الأهلي والوداد شفنا 60 ألف و70 ألف وبعدين الدورة المصري مثلا لما بيقولوا الجماهير الأهلي أو أي جماهير 50 ألف 5 ألف بتلاقي الـ 5 ألف موجودين فاحنا نتمنى أن الأعداد في الدورة المصري تكون 10 ألف و 15 ألف تبدأ برضو الزيادة تدريجيا خاصة أننا ماشيين في طريق كويس فلازم على الأقل للمباراة في الدورة المصري ما تقلش عن 10 ألف مشجع لأن الجمهور هو أساس وهو اللي خلى للأسف الغياب الجماهير هي اللي خلت الدورة المصري يتراجع للمركز الرابع لأفريقيا بعد ما كنا المركز الأول لازم يكون فيه التحقق ركوي تحقق ركوي يعني إيه الإدارة اللي كنت متكلف فيها تحقق ركوي يعني إيه يعني أنا ما بخدمش مصلحة نادي بس وبسيب بقى الأندية أو أنا مثلا بستنى القيد لنادي معين واسيب بقى الأندية لا أحل زي ما أحل مشكلة نادي بحل بقى المشاكل ما سيفش النادي لأهلي في مشكلة مع منتخب مصر عشان اللعيبة واسيبه وحل المشاكل الأندية تانية ده ما ينفعش لازم اتحاد الكورة زي ما أنت لو أنت مثلا زمالكاوي لازم تنسى أن تنسى أن تنسى زمالكاوي في اتحاد الكورة وتغتم الأمدية المصرية كلها. ولازم يا أحمد. هو اللي يدافع عن نادي مصري بيلعب في معترك إفريقي. هو عسكري المرور. هو اللي بيخاطب ويجاب لك الرات. غير كده هو مال البورد ده يا جماعة. ومال الدراسات اليومية أو أصد العمل اليوم اللي هو زي ما قال سابت أن أنت عايز تقول للأهل يعمل إيه أو زمالك يعمل إيه. فيه لجان. محدش يدعوه. البورد ده بيجمع قدامه حاجات ويطلع باستراتيجية. بس. هو مال هو أي وقت كل يوم يشتغل. أو هو داخل بقى كده رئيس الاتحاد. كل يوم يتم انتقاط. وعندنا إيه النهار. حسأل حلقك وسأل هل حد يعرف جايزة مالية للدور المصري للبطل؟ لا طبعا. طب إزاي يبقى الدور المصري مالوش جايزة مالية للبطل؟ عشان ما حدش مسوق ما أنا بقول لك ده أنا مؤتمد على الله وعلى جلبكم إنه هو يقول إن اللي بره ده مش بنات أفكار ناس. دي ناس ترجمت كل حاجة لكذا لغة. لكذا لغة. لازم يكون جايزة مالية كريم. إذن هنا برضو بنتكلم على نقاط مهمة جدا. إحنا اتكلمنا في عدد كبير من النقاط حضراتكم والحجة محمود اتكلم في عدد كبير من النقاط. لو تقدر برضو تقول لنا وجهة نظرك في هذا الأمر. لا إحنا نروح بقى للمعلومات دلوقتي. تفضل. واحد خلاص استقرت تحاد القرى على أقامة الموسم الجديد ده قرار رسمي خلاص من نزو عشر دقائق. آه. استقرت تحاد القرى. عشر دقائق بس. آه. آه. تصريحات رسمية من كل من حاجة عامل حسين والأستاذ أحمد دياب. موسم الجديد أربعة وثلاثين أسبوع. قرار رسمي. شكل القديم. آه. فيش أي تغيير في شكل الدور. الحمد لله فهمنا حاجة. سوف يتم إعلان تلاتين أسبوع يوم في غرية الدوري. وثلاثين أسبوع. وثلاثين أسبوع. والأبقاء على أربع أسبوع في نهاية الدوري. طيب. الجاية دي بقى. بصراحة. الجاية دي. تب. تلاتين أسبوع يخلص كيان. لا يعني. لا. فضلها يكونوا جدول. بقى بس. مش يعني على آخر أربعة أسبوع. أسابيع. هو ده. هو قال لك. اللي جاية دي بصراحة. هيا دي. الفزورة. دي. الفزورة. المعادل مقترح لنهاية الدوري 34 أسبوع 30 يوليو 30 يوليو يوليو الشباب حاولوا تجبرنا لحاجة عام بنا نفهم منه برضه الدوري في 15 أو 16 ستمبر مثلا يعني 34 أسبوع يعني مثلا هو قال أنه حدى إنت في منتصف ستمبر حاجة كل 48 سنة ده عشان يخلص عشان يخلص 30 يوليو كان لازم يبدأ 30 يوليو اللي فات أول الله ده المسافات قد إيه يا كريم بص بص احنا هنا في قناتنا ده أهل حسبنا بالورقة والألم عدد الأيام المتاحة لإقامة الدوري السنة كام 154 يوليو ده اللي هم نسبتهم كام من عدد السنة دي خلصنا الدوري إمتى رسمي خلصنا الدوري في 27 يوليو كان عدد الأيام المتاحة للدوري اللي هو خلص نهاية يوليو السنة ده كام يوم 256 يوم 100 يوم زيادة يباح لكده شلنا كام يوم من نوم شلنا حوالي 100 يوم 100 يوم وانت عايز تنفذ نفس المدة بنفس عادل أسريع ازاي؟ في عدد أيام أقل وبعدد بطولات أزياد لأن انت السهل اللي فاتت ما كانش عندك كاس أهم أفريقيا للمنتخب ما كانش عندك بطولة الدوري السوبر الجديد لأفريقيا ما عندكش لا وكمان حاجة تانية النهاردة انت عدد وكمان عندك توصفات كاس عالم جاي لك فيه توقفات عندك مطشين في نوفمبر بعد كالمنتخب أعتقد هيلعب في مارس تقريبا فالالتزامات السنة دي كتير أول هيحلوها ازاي؟ أنا أكسم بالله في كاس عالم للأنديم لا طبعا ده غير كاس العالم للأنديم قصدوا كاس عالم للدور يعني خلونا إحواتي حنطلع من وجهة النظر خلاص خلاص يحبار ما يمكن ما يمكن إنه هم هيخلوا الدور الليه بمستمر دون دوليين مين هيوافق؟ حضرتك عايز تقولي أنا مش بقول لك نتكلم صراحة أي نادي في الدور أهل أو زمالك على أساس المت يوم اللي تقصوا هيبقى متأخر في الترتيب لا ولا نادي متأخر في الترتيب مثلا وعنده لعيب الدوليين حظوا يعني الأهل زمالك بيرامدز عندهم هم الأعلم في الأندلة عندهم لعيب الدوليين بحكم كمان هم المحترفين بتوحهم كلهم في منتخبات النهاردة في نادي هيوافق إنه يلعب في أسبوع بدون لعيب الدوليين ويكون مثلا متأخر في الترتيب أو هيخسر البطولة مستحيل أنا بقولش يواف أنا بقولك ضمن الفوزير أنت أطلقتي لقب أو وصف مهم اسمو فوزورة فأنا بقولك كده إيه مبساط الريح لو حاجة معاديش عروب أنتك بس قردي شهر بتاع أمم إفريقيا ده شهر قبل يعني خليبك الشهر وتحضير لي كمان فأنت تتكلم على شهر ونص دول التاكلو من الكام حوالي عشر شهور حوالي عبان أسهل ممكن أقول أنا المعيد كان بص أول حاجة أنتنا لوقتي في توقف الدولي عندنا الزهاب بتاع دوري الاثنين وثلاثين لدورة أبطال أفريقيا خمستاشر وسبعتاشر سبتمبر لا خلاص قل ده بعد كده 29 و1 أكتوبر ماشي بعد كده في توقف دولي المنتخب مصر من 9 أكتوبر لسبعتاشر أكتوبر أجندة أجندة وبعد كده في الدور الأفريقي عندك من 9 أكتوبر ل11 نوفمبر مفيش حاجة مفيش ما تقدرش أن أنت تحط ماتشاط دوري ماتشاط دوري أه وإنت حتى لو بدأت من 15 تسعة لغاية أول عشرة أو لغاية تسعة عشرة ممكن تحط تلاتة أربع جولات من الدوري يبقى أنت هتلعب لغاية 11 نوفمبر تلاتة أربع جولات بس بالكتير بعد كده عندك 13 نوفمبر لواحد وعشرين الجولة الأولى والتانية من تصفيات كس العالم لمنتخب مصر أو أنت قلت اللي 22 أكتوبر اللي 11 نوفمبر دي أهلي مش يلعب أهلي مش يلعب ممنوع من 13 نوفمبر لواحد وعشرين نوفمبر في تصفيات كس العالم يبقى أنت عندك لغاية كام لغاية 21 نوفمبر كل ده إحنا أنت بتتكلم في طاقة أربع أسابيع من الدوري بس بعد كده عندك الجولة الأولى لدور المجموعات لدور أبطال أفريقيا 24 و 26 نوفمبر الجولة التانية 1 و 3 ديسمبر الجولة التالتة 8 أو 10 ديسمبر هتتأجل الأهلي لأ 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 شهر واحد حاجة محمود إحنا دلوقتي وصلنا لغاية شهر واحد إنه دلأهلي يكون لعب تقريبا 3 أو 5 جولات فإحنا دلوقتي عندنا معلومات عندنا معلومات أقول لحضرتك عليها إنه الدوري العام أنا سمعتها كلها أنا سمعتها كلها حقيقة أنا يعني بخبرتي المحدودة إذا بدأنا الدوري يوم 18 تسعة في ظل التوقفات دي لن ينتهي يعني انتهي الدوري قبل 30 ثمانية مستحيل مستحيل ينتهي قبل 30 ثمانية لأنه وكمان يعني لأن اللعب كلها يهبى بالدوليين وزي ما تفضلتوا الدوليين مش الدوليين المصريين بس الدوليين كمان اللي أنت بتعاقد معهم من خارج الجميع الأجانب سواء الأجانب أو الأفارقة أو الشمال الأفريقية أو العرب فإذا إذا إذا قدام النهاردة دوري كان لازم كان لازم فيه مسم استثنائي يبدأ من من نص ثمانية أو عشان نقدر نعمل على الأقل قبل التوقف سبع ثمان أسابيع تأخير تأخير لـ 18-9 مخاطرة كبيرة جدا جدا كمان عندك كاس مصري موجود وعندك كاس رابطة فأنت بتتكلم النهاردة وعندك السوبر الجديد ربعي الموجود للمصري غير السوبر الأفريقي وعندك كاس القديم فإذا إذا في الظروف مخاطرة كبيرة جدا وأتمنى نسمع الثلاثين أسبوع يبقى ننتهي الثلاثين أسبوع ثلاثين سبعة يمكن عايز أقول كده إنه يبقى بضل أربع سبع برضه تبقى يعني معجزة كبيرة نتحق يبقى إذا نحن قدام أزمة جديدة كمان اللعبة يبقى كل يومين أو ثلاثة فإنت حضرتك ده كمان إجهاد رهيب جدا وفنيا أتمنى أسبوع رؤية الفنية من كابت الحشيش والناس الفنيين كلعبة كورت القدم فإنك أنت تقدر تحط الأحمال السريع في بداية الدول يتلعب كل ثلاثة يام واربع تيام وترجع تتوقف أربعين يوم وتلعب كل يومين ثلاثة وترجع تتوقف أربعين يوم من خاطر بتصفياتنا المنتخبات نحن في أزمة جيدة جدا وترتبنا والمسم ده مسم خطر جدا كنت أتمنى أننا المسلمين الصعاب اللي يكونوا عون زجاجة نكون ده آخر مسم يتم فيه ولكن واضح أننا كمان هيستمر الضغوط وهتستمر التخبط في المسم ده هيبقى صعبة جدا بداياته صعبة جدا وعطاك يعني مش مبشرة لأنه الزناء نجامد في البدايات والبداية هي اللي بتحكم من صحة بداياته وصحة نايته التأخير التأخير مع الارتباطات المعنونة وهو مسبقة ومعلنة معروفة كأجندة دولية أو أجندة أفريقية ومن غير ما نعلق أي شماعات على التصويرات كان لازم يتعامل حاجات استثنائية كان لازم بدلا ما بشترك بأربع فرق أشترك بفرقتين أمور كتيرة وما حدش حيوافق على ده أسمع بكرار بكاس مصر بدون ما حدش حيوافق على الكلام نعم ما حدش حيوافق يعني أنت لما تيجي تقول مثلا ما هو حضرتك ما خلاص ما خلاص ما انت عبعدت وأعلنت ما هو حضرتك قرأك مصعدك بدأنا بدأنا الكلام يا فندم في أن ده إحنا نتراجع فنيا وتسويقيا وترتيبيا وزي ما قال رحمة سابت في الترتيب بإينا الـ 113 فحنا في الوقت ما عندناش خيارات إن احنا لازم حاجات جراحية وحاجات تبقى واضحة للإستراتيجية طب ما دي عايزة الإدارة لوقف النزيف ده عايزة الإدارة إدارة قوية وحلول بقى لازم حلول آه لازم حلول ولازم حاجة يفتح حوار رياضي مجتمع كبير على الأعلى مستوى الوضع استراتيجية مستقبل لا والنبع جحمود لا لا عايزين عايزين خبير خبير دولي بجدة كابتل حشيش والنبع بلاش حوار استراتيجي على مستوى الأمة عايزين حد ييجي بعد إذنك يا ضعر شبتة يا حاجة حمود أرجوك بس أكمل الجملة بس في أسماء كتيرة جدا الشباب يعرف أكتر مني شغلتهم في الفيفا والناس دي بتسيب كروتها في الجوالات في الاتحادات القرية والأهلية صح يجي يعملك ده زي الكنسولات كده في مصاناك وبقى ما شاء الله انتم بتقوى بزنس وعارفين يجي يقومك ويعومك ويعملك كل حاجة لكن حوار استراتيجي واحد يقول لك أصلحنا نلعب بالسنة الجاية واحد يكلم واحد في التليفون يقول له الحل عن ده أنا ما يمكش قابلني بالليل أجيلك نفتح وليدي يفتح لا أهم حاجة أي إصلاح في الدنيا بس أستعذنكم احنا محتاجين كونسولات ومش أتكلم تاني كونسولات إذا كنا هنعمل جراحة نعملها في أي مستشفى عالمي يجي ينخذ هذا الإنسان الكروي على كلام الأستاذ عصام الاتحاد العراقي تعاقد مع اللليجة اللليجة الأسبانية لإدارة الدور العراقي لمدة أربع سنوات ويتم تطبيق الفار وفي نفس الوقت تعمل الكوادر عراقية لإدارة المسابقة بعد كده والصعادية عملت كده بس أنا بقولك العراق احنا قلنا قبل موضوع التحكيم لما جي تلاتنبرج واحدة من أفضل التجارب التحكمية الإدارة التحكمية في مصر في آخر أربعين سنة صح والناس تكاتلت ضده بسبب واحد بس إن الكرسي اتشد من عالشلة الللي مسكى اللجنة دي ننكالب بصراح يعني خلال النهار بحلقة الصراح حتد من شوية الأستاذ حمد ديب والحاجة عامر حسين والأستاذ حمد ديب التلات هم اللي وحدين اللي بتتكلم على شكل الدورة الحاجة عامر حسين كان واخد تريند لوحده كان بيقول أنا شايف بعد الدراس وكان فعلا واضح نحو بيسمع اللي بتقال هناو في القناة ولي بتكتب على بعض المواقب إن الموضوع السنة الجاية مستحيل وهو كان بيقول أنا برشح الشكل البلجيكي اللي قلوه الكابتن حازم هو قل كده بالأسماء هنعمل الدور واحد وناخد طمان الأندية زي تونس تونس بقالها دلوقت دي السنة التالتة اللي بيلعبوا فيه الدوري من مجموعتين وبيعملوا طولة النخبة من ست فرق ودينا ماشا كويس لأن الشكل ده هيقللك زي ما احنا حسبناها بره قبل الهواء بيتخفض عشر أسابيع عشر أسابيع بدل البقوط عشر أسابيع بدل ما عشر أسابيع عشر أسابيع عشر أسابيع هنشر عشر أسابيع الأسبوع شهرين ونص شهرين ونص يبقى احنا كده هنوفر وقت السؤال هنا هل فيه أي مسئول يا كتن إسلام وهو بيقول لأ احنا هنلعب الدور الجاي من 34 أسبوع المبرر يعني احنا بنقول عايزين يا جماعة الموسم دا يتلعب من دور واحد وتاخدوا طولة نخبة فيه مبرر ايه هو المبرر ان انت عندك ضغط بطولات وعندك 150 يوم دي وجهة النظر والأسباب بتاعتها الله خاص لك يا كريم بس كلمتين اللي انت قلتهم دول لازم تتوحد المصالح لا طيب هي مصلحة واحد لا لا معلش عشر ما انفعش انت معلش بس لا لا ما فيه نقطة مهمة معلش الكلام واضح للسؤال المشاهدين دلوقت المسئول القرار كويس لما يقول القرار لازم يقول مبرراته هو ما احترم ناش اصلا هو قال لا يا جماعة ما فيش الكلام ده وانا فيه مداخلة للا استان سرورة سويلم لما كان مختلف ما لحاجة عامل حسين نهار دا حاج عامل حسين راح للفريق التاني نهار دا هو بيقول لا مش خطة كودة الاندية مش موافقة عالكلام ده ما حادش يتكلم لا هو ما حادش يتكلم لانه شكل الدوري لا انا فاكر التصريح يتقل بالزب لا 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 ما فيش الكلام ده جماعة ولا دور واحد لازم تكون في ستفتاء لازم تكون فيه لازم تشارك اقول لحاجة حاجة اخينا انا اقول فضل انا بقول لهو النهار دا احنا في التاريخ خمسة تسعة اه احنا عدنا الساعة 12 الموسم الجاي افتكر بالمنافسة بالمنافسة اللي هتكلم الله هو اعطتها جديدة ان الاندية فعلا بصراحة عملت يعني تدعمات قوية خصوصا بيرامت نهدي بيرامت واحد بالاندية تدعمات قوية جدا 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 مع اسكو وادحة اللي هو اجد الموسم الجاي دا انا بقول لهو يوم خمسة تسعة عشرين تاتة عشرين الموسم الجاي مهدد في اي وقت انه يتلقي ليه لان مع تقدم التنافس مع عدم وضوح الاجندة مع ان انت ممكن النهاردة تفكر في كلمة قالت النهاردة احنا هنشوف موضوع ازمة منشوط الاهل دي تقالت تصريح الاسمي النهاردة من الحاجة عامل حسين هنشوف الموضوع طبعيا هنشوف الموضوع طبعا انتخذت القرار لا بس خلي بالك برضو انا في هذه النقطة باجي دايما مع المنظم لان هو لازم يعمل اصلا هو في الاخر انا كمنظم للمباريات او انا المسؤول او لجنة المباريات بتعمل ايه هي اللي بتحط المواعيد صح فهو عنده 150 يوم ومطلوب منه ان هو يحط مواعيد اللي 34 اسبوع في 150 يوم في ظل كل هذه الارتباطات اللي حضرتك بتتكلم عليها هو ده صوت هو الحاجة عامل ده صوت يا جماعة طيب ما تزعلش مني لان انا قس انا بكلم معاك يوميا يعني بكلم معاك سيا فهو لو ما قدرش يعمل هيقول انا مش هادر اعمل لا 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 الوقت من خلال لا لا القرار اتخذ خلاص يوم خلاص لا ما قرار اتخذ يبقى هيقدر يعمل السؤال هنا بقى لو وسط الموسم ما قدرش ينفذ اللي هو قاله لا السؤال ده حضرتك تقوله في حتة اكثر انتظام من خمس شارع الجبلاية هنا هتسبع كده وخليها الله والروح النهاردة انا عايز اقول حاجة يا جماعة والروح النهاردة عايز اقول كلمة صغيرة كلمة صغيرة بس الارتباطات الافريقية او الدولية دي مش هنقدر نغيرها صح لا مش هنقدر انما اللي نقدر نغيره الحاجة اللي بتحكم فيها احنا اللي هي شكل الدوري المصري ازاي ان انا اقل للوقت صح ما عنديش اللي حل واحد طيب هو دلوقت هو غير شكل الدوري المصري صح حتى مؤقتا السنة دي عشان اقل يبدأ من جديد كلام انما مش هنقدر غير كلام محترم كلام محترم لماذا لا يتم تغيير شكل الدوري الجديد او لماذا لم يتم تغيير شكل الدوري الجديد عارف اول رده حيكون عليك ايه ما تسألوا الاندية جماعة الاندية اللي مش موار هنجو بتكلم لو روح تسألت الاندية لازم يعملوا تسويت على شكل الدوري الاندية 15 نادي على الاقل بزنسهم كله بقى اللعيبة لا عنده جمهور ولا عنده تسويق ولا حد بيسهله في حاج سواني بس سواني بس لا يا جماعة يا جماعة طبعا اقول لكم نسمع بعد نسمع بعد يا سيد ده انا عملنا فيه كنتو انك تجلبوا نظام ينفذ لانه حتى فيه خطورة في موضوع ان احنا نعمل اللي الكابتن قاله وانه يالله بينا نعمل التجربة البلجيكية ليه مش ده كويس انه خلوا 34 اسبوع تبقى الجسة تحت الاجهزة لغاية لما ييجي الراجل الجراحي العالمي ينقذ هذا الكيان الاقتصادي والصناعة العظيمة دي انا مش حالم المفروض انتو اللي تبقى حالمين وبالتالي لابد ان انت تاخد بالك ان الباقيين دول مش هيتحركوا لانه مش عاوز هو لا يعدل هو عايز جمهور احنا هنهرج لما يلعب الاهل والزمالك بـ 40 ألف مين دول اسكواد مين يا عم وبتاع مين كله هيعمل كده وبالتالي هناك شبكة مصالح على فكرة ادارات نجحة جدا ده بجد بقى اضافت بنية تحتية في وقت الكرة المصرية كان ممكن وبالتالي عليهم بس انه ملعبوا دور الرعاة بس زي النموذج العربي طيب انا حرجة عمرة اخرى في اوروبا يا جماعة ارجع اسأل الحاجة محمود في بعض الحاجات اللي قالها او اتكلم عنها اتحاد كرة القدم فيما يخص الكلام اللي حضرتك بتقوله ده انه خلال التلت سنوات القادمة لن يتم قيد اي نادي بشكل جديد الا نادي شركة يعني بشكل جديد الا اذا خد معاه النادي دي نكتر الشعبي لمدة ثلاث سنوات اي رأيك عجب وبعدها ايه اللي هيحصل هيكون خد على كده انه هو يدعم الناء يعني يبقى راعي يا رب يا رب بص حضلك طبعا ده كلام طبعا دي قد اقتراحها غير قبل التنفيذ واش داله هيتطور الرياضة الراكور المصرية انت زيها انت لو كنت من الاول من الاسنين اللي فاتت فعلت ترخيص الاندية على ارض الواقع والناء واسمت الاندية الفوا به وجيم زي ما اتحادت دولي عمل وطبقت معايير الخمسة بنية التحتية وقانونية والرياضية والمالية وطبق لكل قسم وحطيت هذه الالية وكان عندك فرصة سهبية وانت بتعمل دولي المحترفين وعلنته من سنتين انك تطبق ده وتشوف اللي انطبع عليه الشروط تخليه موجود من ضمن التقييم بتاع النادي عشان زي التجربة اللي حصلت في الجزائر وحصلت في المغرب وحصلت في تونس وقدروا انه هما يعملوا المنتز ألف ومنتز به بترخيص ألف وبيه بالمعايير الانتحاد الدولي الخمسة وترخيص على الارض الواجع وتحولت بعد كده لشركات الرياضية زي ما حصل في النادي الأهلي وزي ما قال الكابتل عصام دلوقتي وانتبقى دول رعاة ياروء هذه الاندية هذه البنوك وهذه اللي هي أضافة بنية تحتية وأضافة سيولة ولكن بدون رؤية صناعية على الني صناعة ما قدرتش انها تفيد الكرة المصرية والطورة انها ما حصلش الدمج ما بين هذه الاندية وبين الجماهير وعناصر اللعبة الأخرى اللي هي عناصر النجاح الأخرى اللي هي مع القاعدة الجماهيرية القاعدة الرياضية المواهب اللي موجودة في هذه الأماكن عشان يحصل تنمية مستدامة للكورتر قدم تنمية النادي بيطلع سنتين تلاتة وبعدين بيصف النشاط وبينغيه زي ما بندور على مصر المكاسة مش لاقيينه أو يبيعه يا حج ويبيع لك القطاع أو يبيعه ويبيع الولاد الصغيرة يقول لك أسلي فيه مستثمر أكنه مثلا دي مزرعة كاتاكيت وفراخ وحاجات مش ممكن أضعف أضعف الإيمان بس حاجة واحدة أي نادي جديد عايزة أشترك أول حاجة بس لازم توفر ملعب يبقى فيه ملعب عندك إنما إحنا فيها أندية بتخش عندنا عبارة عن شقة في عمارة بعد إذن حضرتك هو مين يا كابتن حشيش ما منفعش نادي يسجل حاجة أحمود بزمتك يا شيخ وأنت رجل عملت في هذا الوطن كرويا وسافرنا مليون بلد شفت بلد في الدنيا فيها رعب يلعب كرة الشركات العظمى العربية اللي بنفخر بيها ورجال أعمال الكبار في الوطن لما راحوا يستثمروا اشتروا لعيبة وصور ولا اشتروا مان سيتي وعمتي والناس دي ما حدش يا عم بيشتغلوا لغاية عشر سنين لكنهم أكاديمية وبعد كده يبقى راعي شركات عظمى حتى على الأرسنال وعمل ما حدش جيز تصمر في البلد يعمل استاد يا راجل في مول ومنطقة ألعاب ويوظف ناس سيكيورتي وميكيورتي ومش عارف إيه كله جاي عشان طبعا رؤساء الشركات دي بعد إذنك بس كلهم يعيني الكرة لها بريق الراجل يقول لها باشا سيادتك الدنيا وكلها بتعرفك دلوقتي إنما تجارته إيه بيئة ده بـ 38 مليون حد عارف ده باع خمس فانيلات ولا لأ حد عارف التذاكر زادت ولا لأ ده اللي كان بيتكلم عليه الحاج محمود في البداية ما أنا عارف ده أنا بكتب بداية ما هو هو عاش معنا ده عاش معنا ده مهم جدا وإنت عشان تلاحظ حضرتك هذا الموضوع إن هو أصبح الخلط اللي أصبح ما بين الراعي وصاحب وصاحب النادي إن معظم الفانيلات معلغاش حاجة معلغش حقوق لإنه حصل هذا الخلط حصل تضارب المصالح وما حصلش فيه تنمية مستدامة إحنا بنتكلم دلوقتي ونستفيد بوجودنا هذه الصراع عاشي حاجة محمود مهم جدا إننا لإنماعات مهم برضو من الحاجة عامر حسين نفهم برضو الوضع خلال الفتر اللي جاية وأنا كنت بقول هذا الأمر دلوقتي كنت بقول إن إحنا عندنا 150 يوم هو دلوقتي الحاجة عامر حسين ده صوت من الأصوات لو صوت الحاجة عامر حسين قال أو الأصوات التانية قررت إن الدوري يبقى 34 يوم 34 أسبوع فالحاجة عامر هيجيله إن انت لازم تعمل بالدوري في 34 أسبوع هو أكثر خبرة مصبوط هو الحاجة عامر أكثر خبرة هو عنده خبرة هو الوحيد اللي أكثر واحدة حسس بالشغلان هو ده اللي أنا بقوله هو أكثر واحد حسس الشغلان والمعنام هو للوقتي عنده 150 يوم هيقدر يعمل فيه 34 أسبوع إزاي نسمع منه زكا حاجة عامر لا كابتل عسام أخبار حضرتك يا حاجة عامر كله تمام تمام الحمد طبعا كلهم بيسلموا على حاجة كابتل رشيش أستاذ عسام أستاذ كريم سعيد أستاذ أحمد ثابت أيضا الحاجة محمود الشامي معنا يعني حاجة عامر ظروف صعبة جدا اللي أنت حتشتغل فيها خلال الفترة اللي جاية لو أنت واحد من الأصوات هل كنت حتبقى أو كنت حتوافق على أن المباراة تتلعب في 34 أسبوع ده أولا أنا بأكدر مصر الموضوع مش موضوع المسابقات تفضل يعني موضوع القرار فيه ربطة عندية وربطة عندية بتاخد كل البيانات والمعلومات اللي أنا بقدمها والموضوع حصل من سنتين عندية نفس الموضوع والعندية بالكامل رفضت تغيير النظام بشكل المسابقة للحقوق التسويية والرعاية دي قصة تانية ونحن نعود عليها بعض راف وبالتالي نفس الموضوع الربط أقرأي أن أنا حادثك عارف أنها ما بيتش عضو في الربطة دلو وأن الاتحاد والدور العام تابع للربط وبالتالي الربط أكيد راجعك للعندية وأخذه القرار ويمكن برضا عرفت من من ساعتين كده أن نازل التحط للعبيان أنه هو متمسك بالدور بالنظام العادي فأكيد الربط أقرأي للعندية والعندية اللي طلبت أنها تعمل نفس النظام بشكل الموضوع إنما لأنا ضلقت بيه إن النظام حيبقى بنفس هو دلالة كنت بقوله بقى هو دلالة كنت بقوله حاج عام إن حضرتك حتى لو أنت ليك صوت بتختار يعني فأنت صوت في وسط عشرة مثلا لا أنا بقدم بيانات يعني يمكن أنا بالنسبة متفاهمة وداعمة لإدارة المسابقات كرفت إنما في الآخر القرار النهائي لأن فيها أمور مالية وأمور تسويئية فيها أمور كتير فبالتاني أم أدرة بالموضوع دوت ولو رجعت حضرتك بقى أن نأخذ الموكف الشبيه للدورة عندنا هل الاتحاد الأفريكي مش عارف كل المشاكل والبطلات بتاعها يعني الاتحاد الأفريكي عامل أمم أفريكية المسلم ده وعمل الدور الصبر الأفريكي في 21 يوم صحيح وعمل مباراة لأهل الاتحاد العاصمة اللي تغير معابها ثلاث مرات ولما تحط معادها يوم 15 كان الأهل عنده مباراة يوم 16 في دورة وثلاثين صح فرحل دورة وثلاثين صح في يوم 22 وعشرين أنا متكلم على جزء بسيط برضو أنا الاتحاد الأفريكي مش عارف إنه عنده المشاكل دي وعارف إنه فيه كاس عالة من الأندية في شهر 12 وخمسة واربين يوم أم أفريكيا لما أعمل بطولة جيدة زي السوبر دور السوبر عمله في نفس الموسم اللي فيه بطولة الأمم الأفريكية طيب إيه اللي يجبر التحدي الأفريكي يعمل كده إيه اللي لو فيه أمور تسويقية ورعاية وامور دانية لا وتمنع الأندية من الأندية اللي بتلعب في السوبر الأفريقي إن هي تلعب في الدورة بتاعها خلي بالك دي مهمة جدا لا الكلام دوة الجملة اللي تقالت ديها في الإسلام جملة مش مظبوطة خالص يعني إيه يعني الناد الآليس يعني حتة اللي أفريكي بيقول ما حد يش يلعب أثناء البطولة في الدور المحلي بتاعه دي كلمة مثلا مش مظبوطة ليه لأنه هيبدأ يوم عشرين تمام من عشرين للإحداشر حداشر يتكلم في واحد وعشرين يوم صح واحد وعشرين يوم اللي هيكمل للنهاية حيلعب ست المباريات فيهم ثلاث ستفريات ها يمحيلعب كل ثلاثة يام ونص فكده كده ما فيش فالطبيعي كده كده مش هيلعب محادش يقدر يلعبه اه اوكي اوكي تمام فهي كلمة قالت كده ومشت بس على أرض الواقع محادش هيقدر يلعب محلي دون ما هو مكمل في المصاب ألغات الأخر اه لو وصلت للأخر انت كده كده مش هتقدر هتلعب كل ثلاثة يام ونص طب اللي بيلعب فالفكة بقى حقيقة يعني قال يلعب في تنزانيا حيتقافل روح تنزانيا صحيح يرجع يلعب في مصر ربنا وفقه يوح بنوب أفريق اه لو كذبه ويرجع يلعب هنا هم يعني الامور كده كده محادش هيقدر يلعب من الاندية دي طب حاجة عامل أنا برضو عايزة أسألك السؤال المباشر احنا حسبناها لقناها 154 يوم في 34 أسبوع زي الدوري احنا عرفنا دلوقتي يعني أنا بصيت على التليفون لقيت حد كاتب ان احنا هنخلص يوم 37 هل ده هينفع ان انا خلص 34 أسبوع في 150 يوم قبل 37 بالمسابقات اللي حضرتك اتكلمت فيها وكلها وعرفها أكتر مني طبعا كل الارتباطات المعروفة اللي عنده من أول المعبراتين بتاع أسيوبيا وعنده الصبر لأفريكي وعنده كسر العالم الأندية المنتخب عنده ارتباطات برضو الانتخب عنده 35 يومتا أمم أفريكية وعنده أجندة في شهر 10 وعنده أجندة في نوفمبر وعنده أجندة في مارس وعنده أجندة في شهر يونيو تمام الارتباطات كلها معروفة إنما الاتحاد الأفريكي برضو زي ما هو عمل مبارا يوم 15 فأجل بسعة 16 ل22 برضو سيبقى عنده ارتباطين في دور المجموعات حالة وصول النادي الأهل إن شاء الله في دور المجموعات حيضطر يأجلهم إنهم فوزة دور السوبر واحدة فوزة الدور السوبر وواحدة فوزة الدور السوبر وفوزة الدور السوبر صح فده اللي بيعمل لي مشاكل وأنا بحط الجذول والناس الحقيقة ما مش عارفة أبعاد كان دوت إن تاريخ واحد مش موجود عندك ما تدرش تعمل الجذول دايما الناس عايزة يعني في أوروبا عشان دايما بيشبهونا بالأوروبا وتمت الأمم الأوروبية عمرها ما تتعامل في وسط الموس تمام حاجة عام بس الوضع الحالي بيقوم أنت حضرتك أمم أفريكيا دايما بتتعامل في وسط الموس وتخوف مننا 45 يوم أيها بالزبط تمام حاجة عامل معك وبعدين هنا النادي اللي بيروح جنوب أفريكيا أو بيروح بيلعب مع أمم الزنبي يقول لك عايزة 4-5 تيام قبله صح في أوروبا بيروح ساعتين وده حقه حق أي نادي يعني الأمور مختلفة الأمور مختلفة تماما ما تنفعش تتكرم مساخير حاجة عامل معك كريم سعيد أنا بس عن تقيب بس على موضوع الكاف النهارد بس لنبقى الكلام موقعي لتحاضل أفريكيا حاليا الأجندة بتاعته وش تتغير خلاص في وضع الالتحاد الأفريكي مش هيغير أي حاجة في الأجندة بتاعته ازاي؟ ما فيه تعارض لا لا هيأجل 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 ما هو يا حبيبي يا حبيبي ما عليش حاجة عامل أنا حرد ما عليش أنا هقول لك حاجة بس التأجيل ده معنى إيه؟ تغيير معاد صح؟ أيو أيو بس طيب هو بص في نفسي الكاف هيبص الأجندة بتاعته مش هيغير فيما يتناسب مع الأجندة المصرية ملوش دعوه هو هيشوف الأهل هيقول له لا ياو سمحت أنا عندي الجولة التانية في الدولة بلد أفريكيا متعارضة معك ستعار هيقول له أنا آسف المطش ده اتأجل هتتعب وعد جدا لكن مش هيبص خالص على الأجندة المصرية فسؤالي هنا ببساطة إيه الخطة به اللي عندنا عشان نقدر نتفادة هذا الموسم الصعب نحضرتك أنا اسمعي التصليل حولك من شوية قلت إن في الربطة مع الاتحاد حنشوف موضوع أزمة موعيد الأهل إيه الخطة به اللي عنده حضر ربطة يعني يعني نشوف موضوع أزمة النادي الأهل يعني الأهل النهاردة عنده آآ مطشط زيادة أنا ما قلتش الكلام ده خالص في مداخلة نحن نقول له استبتات يا صاح كريم ما تأوليش حاجة ما قلتها هو معنا نفسه تمام 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 النهاردة أنا حد يظن يدخل تمام 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 النادي الأهل أنا كلام موضوع حشب نعطش نتماعي جميل تمام وقت الناس تمام أنا بكلام في نقطة محددة مباراة تانية لسه التحدي العافية لسه حقيق أجلها في حالة وصول النادي الأهل لدور المجموعات عشان متعارضة مع دور الصبر الأفريقي ومتعارضة مع كاس العالم الأندية زي المعاهد اللي غيره بتاعة أهل والتحاد العاصمة مباراة الأهل والتحاد العاصمة كانت يوم تلاتاشر تمانية صح بعدين بقت واحد تاسعة صح بعدين بقت خمستاشر تاسعة مزبوط والاتحاد الأفريقي قال إن اللي هيلعم في دور الصبر الأفريقي من التمن الأندية ليش هيدخل دور الاتين وتلاتين في بطولة أفريقي وعيخش في دور المجموعات على طول رجع في كلامه رئيس الاتحاد الأفريقي في نفس الهات كده رجع في كلامه طيب يا سيد كريم عايز إيه؟ طيب عايز إيه؟ لا كانت الأسلام اللي يتكلمك أنا اللي بتكلم نقول لك هو رجع في كلامه يا حج عامل إحنا بنشتغل طول عمرنا تابع لقرارات الاتحاد الأفريقي صحيح 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 وهم شغال حاجة وهم شغال حاجة وهم شغال بدليل 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 مش غير ليه؟ أين؟ حد رأيت كام معاد حصل فيه مشكلة بين الاتحاد المصري والنادي الأهلي بالمواعيد يعني فيه أجندة في شهر عشر اللي جاي بيس؟ هم لقى ليه لعب يوم عشرين آخر الأجندة يوم سبعتاشر من تسعر سبعتاشر يعني نفس المشكلة اللي احنا فيها حاليا يعني لو فيه دولة عملت مباراة حدير الأجندة يوم سبعتاشر وفيها تسعر سبعت النادي الأهلي هي النقطة مش ديها حاجة عامر هي النقطة برضو مش ديها نقطة أننا دلوقتي في مواعيد أو في المواعيد اللي فيها تعارض ما بين مسابقات الاتحاد الأفريقي فالاتحاد الأفريقي حيأجلك صح؟ طيب حيأجل لإمتى؟ أنت ما تعرفش صح؟ أنا معرفش آه حلو جدا هل 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 هذه النقطة؟ هل حضرتك عندك الخطة بي اللي تقدر تشتغل عليها؟ علشان لا لازم عمل احتمالات أهل راح نسمن السنين اللي فاتت كانت واردية؟ لا لا طبعا يعني سمن اللي فاتت لما الناس قاعدوا يهجموني عشان أجلت للنادي الأهلي أو الأهلي ملعبش نهي أنا عارفين أنه هو مشارع من الأول ست مباريات فارق من بزنة الأندية أولا أهلي كان راح يرزر وأنا كان بيلعف بطولة كان بيلعف بطولة باسم مصر طب ما هي هي الموضوع والأهلي كان برضو السنة اللي فاتت لو رجعت للتواريخ حتليه كان بيقعد بالخمسة عشر يوم ما بيلعبش في الزور صحيح إذا كان بيجي من بطولة يفرش على بطولة ويجي من بطولة يفرش على بطولة تانية ما شو الله كلها حاجات خارجية صحيح صحيح احنا بالعكس احنا واقفين معاك عشان نقولك احنا عايزين نحط حلول احنا عايزين نحط حلول دا احنا اللي بنقول ان حضرتك بتنفذ مش انت ده انا قلت كده كلنا قلنا ايه من سنتين حضرتك احنا مخلصين الدور شهر عشرة لما بتاكنا المسابقات التانية بعد السنة اللي مكنتش موجود فيها الدور كان خلص شهر عشرة تمام بعدين السنة اللي قبل اللي فاتت خلصنا شهر تمام تمام السنة دي خلصنا في شهر سبعة ستة اشهر سبعة مع عدى النادي الاهلي وبعض الاندية تلات اندية كمان اللي خلاصة عشان الحج محمود قريبا كنت سمعت انه هو قال كل نازم يبدأ خمستاشر تمانية اه الحج محمود كان بيطالب ان انت تلعب في خمستاشر تمانية صح ازاي حيلع خمستاشر تمانية حج محمود وفيه فتح باب كيد جديد واي ما قديمة وحضرتك طبعا خبير في شو من اللعبين ازاي كنن هنبدأ والان مخلص ثلاثة تمانية اتفضل حج محمود لو عايز ترد في الوقت انا انا بصدها الموسم الاستثنائي بقى ما لازم كان لازم كان لازم احنا 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 شغالين قيد شغالين قيد شغالين قيد ايما والدوري شغالين ده موسم دي اواطا استثنائي لو كنا عملنا حتى تاتع وعشرين تبقى الايما الاولى وبدأنا واحنا بنقيد بنشتغل رصبنا عملنا لان احنا لازم حلول لازم حلول يا كابتنا عمل لازم حلول ما هو النهاردة اكبل كلامك حاج عمل عشان يسمع انا انت انجزت انت انجزت اعملت اعجاز وانك انت قدرت تتخلص الدول لكن انت النهاردة التأخير هيخلينا نفضل تحت هذا الضغط مدد الثلاث سنين كمان عشان الناس يقول لك احنا مخلصناش مع بعض الاهل فاضل يلعب لواحده الاهل فاضل يلعب لواحده لانه مضطر ان انا كنت اخلص مطشاة الزمالك عشان الزمالك تراح البطولة واحدة بص يا كابتنا عمل المجود الخرافي اللي انتبذل في التالي السنين وستقلتين الاخرانين محتضاك تحديدا وكملت وديت تحافظ انا كيف ناخرج من الضغوط دي ونستمر واحنا شايفين الارتباطات الشديدة اللي موجودة هتخلص ازاي وعد تاتين سبعة هتخلص ازاي هو السؤال المباشر يا حكا عمل حكا عمل هو السؤال المباشر لحضرتك ان شاء الله بتاعك يوم حداشر. ان شاء الله بعدها باربه خمس ايام هطلع جدول. وان شاء الله ربنا سهل ان شاء الله. لا لا معلش حاج عامر السؤال. حضرتك بتقول ان انت يعني القرعة امتى معلش نعم حداشر. حداشر سبتمبر. بعد احداشر سبتمبر حضرتك هتحط الجدول اللي يخلص واحد وتلاتين سبعة. الكلام مزبوط. ان شاء الله. حاج عامر يعني كده اللي فهموا انه الحزبة عشان بس ايه حضرتك فعلا ليه كامل الحقوق في الجود المبزول. الناس برضو بنأكد تاني ان حضرتك بيتاخد عدد الايام والاندية عشان تنفذ مسابقات. وده طبعا مش انت اللي بتقترح شكل دوري والكلام ده. هنا بقى هنا بقى هل فكرة اربعة وتلاتين اسبوع معناها ان الاسبوع يبقى تلاتة ايام او يومين هو ده اللي هيخلي المية وخمسين يوم يكفوا عشان نوصل لجمارنا. والدولة حيبدأ امتى يا حاج عامر برا? عشان بيه امدى عزيزنا حضرتك. اه. اللي فاتت. عدي المسال بس عشان انا دايما بطلع على كل. عشان الواحد يتعلم عشان الناس بتقول اجيبوا خبرة من برا. يعني اول اول حاجة. لا لا الخبرة مش للمسابقات. لا يا حاجة ده. احنا بدي حضرتك حقك. احنا بنقول الخبرة. نوضع نزم من اول وجديده الكورة. صح. جديده الارتباطات دهية لو اي خبير جاء من برا. اللي موجودة وعبعاتها لحضرتكم ان شاء الله في يوم كده. لو لقيت حتة فاضية مش هيلاقي حتة فاضية حطي فيها ماتشارت. هيرجع بلد وحاجة عامر هيرجع بلد وحاجة ده. انا بقول لك ايه? انا بقول لك كده اولا ان العام ضرورة. نحشيش شغال في المنطقة وعارف. اه. اه. المشاكل هل لقيت حد برا في العالم كله. ايه? اربعة اندية وخمس اندية بلعبه في ملعب واحد. يا حاجة عامر بصا انا عندي سؤال بالنسبة دلوقتي. دلوقتي بالنسبة للدوري الافريكي لكرة القدم هيبقى فيه النادي الاهلي هيلعب من عشرين اكتوبر لاحداشر نوفمبر. ان شاء الله. افرد نادي جيل حضرتك وقال لحضرتك انا مش عايز العب وعايز يتأجل لمطشاطي عشان النادي الاهلي ما بيلعبش. هيكون ايه رد حضرتك? تسأل ايه? يعني ايه مش لعب. يعني هو مش عايز يلعب. مطشاطه. يعني هو مش عايز يلعب برضو سؤال غريب جدا. ايه? 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 في اندية بتيجي تقول النادي. مش بمزاجه. اصلا مش بمزاج لجدوى. لجدوى المحطوط. السؤال حصل قبل كده. حصلت قبل كده. سؤال منطقه. لا 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 يحصل ولك في الاخر انا مش هلعب لما ايه. لما النادي الاهلي يلعب منشاطه. هل ده ده وارد يعني ده. عشان كده عشان كده لما نعلن. ما بنعلنش لاربعة وثلاثين اسبوع عشان احضر عنده مؤجلات. اه. قبل اخر مجولات في الاخر. تمام. ده حق بس لمجوز. لما غير كده لأ. تمام. السؤال التايد. هو كمان لو النادي تلعب كده. عشان برضو الناس تفهم. كويس عشان فيه اندية بتضحك على بعض جمهورة. الكلام ده لو حصل. ده بيبقى ضرر للي بيأجل. اكتر صح. 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 يلعب على يومين والتالت على صور. صح. بيت الاندية انا ما يتأجلش. بيلعب كل اسبوع. بيلعب كل اسبوع ماتش. صح. لا بس في اندية ممكن تستفاد. انا اختلف. لا يبدأ عايز مشاكل وخلاص بقى يعني. هو بيعاند وخلاص. هو بيعاند وخلاص. لا في اندية الكيت بتاعها حاليا واقف. فلما تأجل لها الماتشاط هتفتح الكيت في شهر يناير ليه عشان تجيب صفاكات. لا ما هو مش هيبص بقى. ده الحد يا سنسنائي. السؤال التاني يا حبي. السؤال التاني. بالنسبة دلوقتي للماتشاط اللي هي الزهاب والاياب بتاع الدورة ابطال افريقيا. يناير اصلا للسنة دي. يناير في بطولة امم افريقيا وحدش هي لعب اصلا. حدش هي لعب اصلا صحيح. بالنسبة للماتشاط الزهاب والاياب في دورة ابطال افريقيا. الاندية اللي زي النادي الاهلي وبيرامة زي الاندية بتلعب في بطولات افريقيا. هل في مواعيد معينة للدوري قبلها يعني الماتشاط الدوري. ان مسلا فاصل اربعة تيان. نفس الشيوط السماء اللي هي اللي كان. اربعة وتلاتة. على تلات يوم. اه. بلعب بره بلعب ربع يوم. ونص النهائي والنهائي اسبوع. بالكامل. اه. لو حد بيلعب في ما لعبه هنا. مثلا بيلعب الجمعة بيلعب السبت والحد ويلعب الاتنين. ايما يا هتبقى الضغطة. هتبقى نفس الضغطة. هتبقى نفس الضغطة. بيلعب بره حيلعب بره. ما هيعمل ايه. هو هنا ملوش حال. يعني هو الرجل يجيب ايام منين يعني. هنفعش الاسبوع غير السبت والحد والتنين. هو ده اللي احنا بنقوله. العملية صعبة جدا. بسراحة حاجة عامر يعني انا انا واحد من الناس يعني انا انا باتكلم على حاجة عامر كتير خلي بالك. فانا بقولك انا واحد من الناس بعد اكلمه اقوله طب انت هتعمل ايه في في الموتش اللي جاي. الفترة يعني الدوري اللي جاي. هتعمل في ايه? فقال حاجة اقوله يعني اديني فارد الدنيا قدامي. ايوا طبعا. وبعض اشوف وعمل والتاع والعام. كم من المسابقات والبطولات. كابتن اسلام لو تعجعت السنة اللي فاتت هتلاقي انجلترا كانوا على طول بيلعبوا يومين والتالت يومين والتالت عشان كاس العالم كان في وسط الموسم وعاديهم يعوضوا الايام ديت. صحيح. ورغم كده خلصوا متأخر لاول مرة شهر. طيب. معادي التفليج بتاعه. اخيرا حاج عامر اه اه هنبدأ الدوري امتى? ان شاء الله يوم تمنتاشر ان شاء الله. تمنتاشر تسعة. اه ان شاء الله. وان شاء الله الدوري حينتهي. احنا انا كنا الحدي من السنة اللي فاتت يوم حمستاشر. مم. وبعدين اه في جولة اللي هي خمستاشر ستاشر سبعتاشر في افريقيا. مم. دي اللي اربع عندية بتوعنا. ايوا. هنبدأ تمنتاشر ان شاء الله. هنبدأ الدوري تمنتاشر ان شاء الله. انا بشكرة جدا انا حاج عامر على هذه. انا بس ارد على الحج محمود. اتفرق. لان الحج محمود قال من خمس سنين. موضوع الرخص دوت. من الحج محمود طبعا متخصص في موضوع التراثيص. ايوا. احنا من خمس سنين. ما كانش بالتحاد ده موجود. عشان ندي كل بعض حقه بس. حاصل. صح. انا بشكركم جدا وانه كنتم سماع طول المدة دي كلها. احنا بالعكس ده احنا بنشكرك وخلي بالك يا حاج عامر احنا بضعك اي حاجة. ربنا يخليك اه والله ربنا يخليك احاج عامر ودايما. اخونا اخونا العزيزة. انا بشكرك جدا يا حاج عامر على وجودك معنا شكرا جزيلا. الحاج عامر حسين اه يعني بس انا عايز افها. انت هتعمل ايه? هو بس. هو الحاجة عامر بيقولش. بس الاسلام من كتر ما بيتخش مدخلات اه. نلخص المدخل عشان بس. بيبقى حسين دايما هيبقى فيه جوم. بالعكس. لا بالعكس احنا بيقول. لا هو مدغوط. هو رجل مدغوط فعلا. الله مدفعول. طبع. رجل مدفعول. الستاشر نادي او التمنتاشر نادي والمئة وخمسين يوم لكن هو قصده يوصل لنا. بس هو وصل نرسال. انه بيه اه? هو وصل نرسال. قبل ما اتكمل. اه. عشان المشاهدين مس يمعارفين. طبعا. نوسق المعلوم. بالعدد. الحاج عامر حسين ليس له اي علاقة بضغط المسلم القادم. خلاص. خلاص. هو كده كده على فترة. لا 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 لا. معلش ساني. هو كان مقترح يا كابتن سامه وقال لك. انا درست. كلام كان واضح. هو انا ايه? انا درست وقدمت المقترحات. بما تماشى مع الكلام كان بيقوله. وفكرة وهو قادر مع الفكرة افضل. دور دوري من دور واحد. وطورة نقمة من صحيحة كريمة ولكن انا قلت في البداية ايه? ايه. ان انت دلوقتي دورك التنفيذ. ايه. اكمل بقى الحية التانية وهسكت. النهار ضغط الموسم القادم يسأل عنها ربط الانديم. ايوة. بسبب عقود الرعاية. طيب انا هكمل بس كلامي في النهائي النقطة ولكن اخد كلمات اخيرة من الحاج محمود الشامي قبل ما يسيبنا. انا بشكر يعني حاج عام اه حاج محمود. اه منورنا في الحلقة دي والحية انا استفدت انا شخصيا وكل ناس سمعت انا. احنا محتاجينه في الاستوديو على فكرة. احنا محتاجينه طبعا في الاستوديو بس هو. احنا محتاجين لكم الملفات اللي. هو الحية الحاج. الحاج محمود عشان انت هتبقى شاهد عدل حقيقي يعني. فلو تلخص لنا بقى وجهة نظرك سريع. وساندين واتمنى ان المحارة الجاية ان شاء الله الملفات كلها اللي اتكلمنا فيها فتاحها كابت الحشيش وكابت العصام. وخطوط عريضة. يبقى لنا مواضيع مستمرة. نطبقها على ارض الواقع. ونحط جدول زمني للحل هذه المشاكل كلها. وكترخيص وكتسويق. وكشكل عام الدولي. وربنا يوافع ان شاء الله. ان شاء الله. انا بشكرة شكرا جزيلا. انا فاندم على وجودك معنا. الحاج محمود الشامي. يعني اخونا الكبير الحقيقة. وصديقنا العزيز. ويعني اخيرا حاج محمود بسرعة جدا قبل ما سيبك. البلدية اخبارها ايه السنة دي. ومصطفى طبعا. والله تجربة كلها شباب. جهاز فني. جهاز فني كله شباب. والمجلس الضارة شباب. وحقيقة انا كنت معهم النهاردة ماتش مع المقاولين. حقيقة بداية مبشرة. وان شاء الله نعمل تجربة حلوة. ان شاء الله. تبقى كويس. زي بدايات دعمكم ان شاء الله. ان شاء الله. بنا اكرمك حاج محمود. شكرا جزيلا على وجودك معنا. وعلى كل هذه المعلومات. شكرا جزيلا انا فاندم على وجودك معنا. الحاج محمود الشامي. عدو مجلس ادارة اتحاد كرة القدم السابق. ورئيس شركة الكرة في نادي بلدية المحل. كلام جميل. كلام مهمة جدا جدا. كلمات اخيرة بقى يا كابتن حشش من حضرتك. تنخص الحلقة. شايف طبعا ان الموضوع صعب جدا. طب معلش ش قبل ما اخدت الكلمات اخيرة. برضو لازم نسمع رأي فني. يا ريت. يا ريت. كابتن علي عبدالعال من المديرين الفنيين اللي بيبقى يعني دايما. المحترمين. خلينا نطلع نشوف ماذا قال الكابتن علي عبدالعال في هذا الامر. وايه اهم الصعوبات اللي بيواجهها المدير الفني في مثل هذا الدوري. نطلع نشوف ماذا قال كابتن علي عبدالعال. ونرجع ناخد كلمات اخيرة من كابتن ناركبور. الفرق الدار الممتاز او المديرين الفنيين في حيرة اه بخصوص بداية الدوري. يعني على الاقل اني بعرفين بداية الدوري امتى? ان انا كراجل مدير فني بحط اه اجندة مباراة ودية. اه مش عارف يعني لغاية انا عامل لغاية يوم تلتاشر اه مباراة ودية. اه يوم تلتاشر التسعة عامل مباراة ودية. ممكن كنت عامل مع احد الفرق برضو في الدار الممتاز. وفجئت ان هما بيعتذروا لان هما من خلالهم بيقول ان احنا سمعنا ان الدوري ممكن يبقى يوم ستتاشر او سبعتاشر. في حين سمعنا رأي اخر ان الدوري لقى ده في اخر الاسبوع في شهر تسعة. ففي عطلة كبيرة جدا بالنسبة لنا كمديرين فنيين في استعداد الفريق او الفرق بتاعتنا. فاتمنى طبعا المسؤولين طبعا عن اتحاد الكورة او ربط الاندية او اللاجنة المسابقات طبعا برئاسة الحج عامل حسين. على الاقل يقولنا الدورة هيبدأ يوم كذا. وفي نفس الوقت بحطوء ما كانش فيما يمنع ان تتعامل القرعة بتاعت الدوري. اه على اساس ان انا اعرف اول فريق هقبله تاني فريق. لان انا ممكن تصادف ان انا هلعب فريق مبرود دي. وهو نفس الفريق اللي هلعبه اول مبرود في الدوري. ففي الحالة دي اكيد هتتلغي. يعني هو هيخسر وانا هخسر. في يعني انا شايف ان متأخرين جدا. اه كنا نتمنى اه يتحط الاول معادل بداية الدوري. اه كل لين عارفين انه هو شهر تسعة. بس يقال في نص تسعة. يقال في اسبوع التلت من شهر تسعة. يقال في الاسبوع الاخير من شهر تسعة. يعني تشايف ان الموضوع مش مش صعب انه هو يتحدد معاده. وخاصة ان احنا كل لين عارفين ان اجندة الافريقية اه 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 التامي وضعها بالنسبة الاندية اللي هتشارك في البطولات الأفريقية أجندة المنتخب برضو موجودة لازم يبقى عندنا دور منتظم يعني احنا برضو بنقول كل موسم الدور الموسم القادم هيبقى منتظم بنفاجأ ان فيه عوائق بتجعل الدور المصري غير منتظم هو الدور المصري قوي يعني لازم نقول طبعا الدور المصري بتاعنا قوي انما فيه اندية تقدمت علينا يعني احنا هو لما يتراجع انما فيه دول ودوريات تقدمت علينا اشتغلوا صح زي الدور السعودي زي الدور الإماراتي كدول عربية دول تقدموا علينا بشكل كبير جدا قدروا انهم يستثمروا الدور بتاعهم بشكل بيس قدروا طبعا الكنياتهم طبعا المادية بتساعدهم بشكل كبير قدروا يستقطبوا النجوم العالم بدأ كل دلوقتي يلتفت للدور السعودي خاصة فدول هما درسوا بشكل كويس وقدروا انهم خلال موسم واثنين وثلاثة انهم يوصلوا للي وصلوا لدول نمحنا ما زلنا محلك سر بنعتمد بس على أسماء الفرق كبيرة زي الأهل زي الأذي هلك بيراميز اللي هما بيشاركوا في بطولة الأفريقية فلازم التحاضي القرى عندنا على رابط الاندية تفكر ازاي الدور المصري يبقى قوي ان ازاي يدعموا الاندية اللي هي امكاناتها قليلة عشان خاطر يبقوا في مستوى يقارب مستويات الأهل والزمالك وبراميز والاندية اللي هي صحاب الأمكانيات كل بيعاني بيقولك فيش امكانيات مادية وده اللي احنا عارفين امكانيات المادية هي الصرف وهي اللي بتستقطب اللعيبة سواء المصريين على مستوى عالي أو سواء الأجانب فلازم بفي مناشة ما بين خبراء الكرف في مصر والكوادر الإدارية العالية انها قضية كبيرة جدا مش مجرد ان احنا بيخلص موسم ونبدأ في موسم آخر لازم نوجد حلول لهذه المشكلة افتلك إجابة من الإجابات اللي حالك عايزها ان احنا هنلعب الدوري ان شاء الله أو بداية الدوري يوم 18-9 فيعني بقيت الإجابات هتبان بقى اتباعا خلال المرحلة القادمة تفضلك ابتالحشيش كلمة أخيرة من حضراتكم لازم نتفق ان العملية صعبة جدا جدا ودي تركمات سنين قبل كده وصلتنا للمرحلة دي وصلنا لمرحلة صعبة ومشكلة كبيرة كان لازم لها حل جزري وتضحية من جميع الأطراف تسويق ربطة اتحاد عندية لازم كل يتكاتف انه يخلص من المزنق ده بحيث ان احنا نرجع نصلح الحتة دي انما هنفضل كده هيحصل برضو السنة نفس الصعوبات بتاع السنة اللي فاتت والضغوطات والتأجلات لان كمان الارتباطات زادت البطولات زادت عن السنة اللي فات سنة اللي فات فكانتش فيه أم أفريقيا دلوقتي فيه أم أفريقيا تصفيات كاس عالم حاجات كتيرة السوبر أفريقي حاجات جدت كتيرة فبالتالي الموضوع كده لوجيك يعني هتبقى صعبة فاحنا نتمنى التوفيق احمد انا شايف طبعا يعني لازم اول حاجة زيادة عدد الجماهير دي نقطة مهمة رسالة لازم نقولها لازم نحاول نزود عدد الجمهوردنية مهمة الحاجة الثانية التصوير ما تكلمناش في نقطة الليال المعلقين برضو بتاع المباراة بصراحة كنا زمان بنسمع كابتن ميمي الشيربيني كابتن حمد أمام ناسكي بيتير الله يعني طبعا نجوم يعني دلوقتي كابتن محمود بكر كابتن محمود بكر ناس كتير كانوا تعليقهم ممتاز كنت تحب أصلا تشوف المباراة يعني تسمع المعلق قبل ما تشوف الماتش صحيح دلوقتي ما عادش فيه واحد أو اتنين بكتير بلاكونة وتطلق بلاكونة وده لازم نشتغل عليه لأن التعليق بتاع الماتشات وجودة التصوير وأرضية الملعب الملعب عندنا في الدور المصري أول شهرين بتبقى كويسة بعد كده تلاقي الرمل خلاص بدأ يتبان بالرمل دي الحاجات اللي لازم نعدلها زيادة عدد الجمهور مهم جدا لازم يكون في زيادة الملعب زي ما كابتن حشوش قال وزيادة الملعب طبعا لازم يكون في جدول محطوط من بداية الدوري والناس تلتزم محدش يقول لك لا أنا عايز أأجل أنا متوقع أن ده هيحصل أن في نادي أو أندي هشكل كده سألت أنت العاجة عامر أه بس أنا هو رده وقال لك لا ما كنت أجيه أنا متوقع أن في أندي هتقول لك مش معنى الأهلي بيلعب في الدور الأفريق عشان بيلعب الدور الأفريق في أجلي هيطب كده فلازم يكون في حسم للموضوع ده لازم يكون في لوائح وعقوبات واضحة لعيب مثلا عمل حاجة لازم يكون في عقوبة واضحة مش نقود ندور واللايحة دي بتقول كذا لا ده أخذ أربعة ده الندي الفنادي أخذ خمسة ليه ما يبقاش في لايحة سبتة لخلاص لعيب مثلا عمل حاجة ضرب مثلا حكم عمل حاجة خلاص يبقى معروف لايحة أدفلك حتى بقى على الكمان ده على سرعة العقوبات ويبقى فيه يوم معين للعقوبات عشان برضو فيه ساعات ايه تاني يوم على طول بعد انتهاء الأسبوع بتتمطي شوية عشان تطوه تاني يوم على طول بعد الأسبوع يكون فيه العقوبات تطلع على طول عادل الإعلان معادل الإعلان مش يوم مثلا عقوبة معين عشان الجمهور مثلا ما يقولش ده مش معنى مثلا النادي الأهلي كذا مش معنى نادي الزمالك كذا لا يبقى فيه عدل يبقى أنت تاني يوم بتطلع بالعقوبات دي حاجات مهمة كلها وغير كده أهم حاجة بشوفها التحكيم التحكيم ثم التحكيم ثم التحكيم يا جماعة أنا مش واسك في بريرا الصراحة أنا باسك في كلاتن بيرجي بتحديدا أنا شايف أن بريرا أنا لا قاسك فيه حتى الآن أنا شخصان بدعمه وأتمنى أن التجربة تكمل على خير تفضل الصلاة الكلام هو برضو باني على اللي شافه وثابت لكن احنا محتاجين بقى إن الراجل ده استكمل صح معاش كنا بنتكلم في الحكام في التعاون مع بعض مش بس نتعاون ملناش دعوة احنا ورفض بالزبط كده وصلنا لسه ما شفتش منه حاجة احنا شفنا منه الأربع شهور اللي فاتوا ما شفناش منه حاجة برضو كان صريحه قال كنت أراقب كنت أرى فضل الله عليك كابتن اسلام احنا بضهرك هوا ما هي ما تيجوا نشوف وبالتالي فعلا النادل قال يا جماعة أكتر حد هيساعد كل دول تخيل بقى ليه هلتزم مع الحج عامر كمسابقات يعني كملتزم الأهل ما قالش بام ولا حد فينا كل كل 18 ساعة بدم ايه ومديني وزي ما سابت قال وكريم أكد باعتبارهم بقى المتابعين ما شاء الله اللي أعلمين إنه النموذج المراد إنه يبقى فيه وضوح وبالتالي ده اللي هيعمل الحالة دي الجزء الأهم إنه فعلا اللي يديئك لأنه مش حاجة في البلد دي إن شاء الله تزعلنا إنه الحال ما أسهله قلنا إنه الحال ما أسهله بس تيجي إدارة بس مش بتاعة المانجمنت اللي قال لنا عليها والاحتواء والاحتماء والكلام ده إدارة حقيقية إدارة ناس معاها ترخيص مش يقول لي هدي ترخيص الأندية ما احترامي لما تكلموا عن ترخيص الأندية وهي الأندية أصلا الرخص دي كلها مضروبة يخش في الحيطة ما ينفعش إحنا عايزين نرخص كما العالم نرخص كما الدوريات اللي الشباب جابوها بالأرقام وقالوا سبقتنا ودي حاجة تفرحنا بيه إنما وانت بتتابع هناك مفيش زار مفيش قليل بالضبط لكن تزعلك إيه اللي يخليك مش قلقان يا كبات إنه فعلا لو على جودة الملاعب فورا إذا أحسن إدارة من يعمل عشان يجلب هذا النجيل خلصانة بشيك الملاعب في المحافظات هناك ملاعب جامعات ومحافظات نفسها تملك ملاعب مغلقة ملاعب كتيرة جدا في كل المحافظات لكن تحتاج للبهوات اللي بيقولوا لنا بنستثمر في لعيبة عشان يلعبوا في الدورة ويقعدوا يسقفوا للباشا لا روح استثمر في الملعب وأجروا واستفيد ويبقى ملعب فلان والحلول ما أسهلها إذا أحسنت الإدارة فعلا الجزء بقى المتبقي إنه في البيت الكبير النادي الأهلي لأنه ده حق كل الأندية على النادي الأهلي لابد من الطرح يا كابتن ملف ملف ونسميها زي ما حضرك قلت قضية البيت الكبير للأندية كل أنصر من دولي إسلام عايز حلقة كل أنصر ناقل حلقة ناقل ناشت تفاصيل عناصر دي كمانا كابتن حشيش ما هياش للنادي للبيت الكبير بيت الكورة مش بس للنادي الأهلي صحيح كريم أنا شايف إن الحلقة دي هتبقى مرجع وحلقة توصيق للموسم ده بالكامل وهنرجع أنا متأكد إن احنا هنرجع لها في وقت نلاحق في الموسم ده بس عايزني بقى آخر حاجة في الحلقة برضو بتوصيق خبر مهم قال الأستاذ أحمد دياب على بطولة السوبر وبرضو حللنا الموضوع الإشكالية بتاعة بطولة السوبر القديمة والجديدة قال البطولة المستحدثة للسوبر هي بطولة جديدة ولكن تخضع للواقع البطولة القديمة وبالتالي لابد من عقوبة على نادي الزمالك بعد انسحابه ولكن قرارات العقوبات هي أمر خاص باتحاد القرى فده عشان نقدر بس نوصق كل الأمور أو الملفات الشائكة اللي كانت مفتوحة على فترة رفع بس ده كويس جد آه طبعا فين الخبر نعم الخبر هناك الخبر هناك من ربط الأنبياء إن اللوائح لا ده خبر طبعا معلومة مهم اللي هي البطولة الجديدة أيوة ماشية على لوائح البطولة القديمة تمام زي ما نادي الألي طلب أكمل ويه نادي من وجهة نظره أه إن نادي الزمالك من وجهة نظره الشخصية ولا كرئيس رفتها من وجهة نظره من هو قال إيه لا لكن العقوبات أمر خاص بمجلس إدارة باتحاد الكورة يعني رمى الكورة في مرحبت حاجة كورة طبعا بس هو أكد إن البطولتين لوائح واحدة يبقى احنا النهارده كده حسامنا حاجتين حسامنا إن الدوري الجديد يوم 18 دوري من دورين 34 أسبوع هيتلعب في 154 يوم مع وعد بإنه هينتهي 31 37 دي كلها معلومات وإحنا أمر الآخر فضل إشكالية في بطولتين السوبر ما بين القديمة والحديثة بإنها بطولة مكملة للقديمة وده أعتقد رد على نادي الأهلي وبالتالي تبقى العقوبة اه افتكروا بقى يا جماعة على الحلقة دي خدوها كده ايه كزي ويكيبيديا وصقوها بعد كده هترجع لها ما قال شهر 7 33 ما قال ش معاق بطولة 33 سابع ولكن أنا هجاوبك زي 30 رائح لأن كريمة الحب جميلة ما على هذا لبطولة السوبر لا أنا هقولك برضو الخبر كان نزل برضو في الله كورة إن بعض المصادر اللي ده في اتحاد الكورة قالوا بيفكروا في إقامة البطولة قبل انطلاق بطولة السوبر افريقا عشرين يعني قبل عشرين اكتوبر اللي هي بطولة اربعة مش هينفع لأمو باربع لأني كاس مصر مخلص عشان بطولة السوبر دي تلاعب لازل تخلص كاس مصر اللي هو الزمالك وبرامد طبعا عايزة سأل فوست الزحمة دي هيتعمل كاس رابطة برضو لأ مش مهم ده كاس رابطة أسر الحقيق لأ 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 بشكرك أحمد على وجودك معنا شكرا جزيلا أستاذنا شكرا جزيلا كريم أنا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا يعني كانت حلقة الحقيقة حاولنا ووصلنا الحقيقة لحلول أو معلومات مهمة جدا فيما يخص بداية الدوري فيما يخص السوبر الأخبار اللي أهلنا كريم سعيد عموما حلقة زي ما قلنا هي حلقة للتوثيق لدينا كلام مهم جدا 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 في هذه الحلقة هيفضل معنا ونشوف ماذا سيحدث حتى يوم تلاتين سبعة إذا لم يكن هناك متنم لهذا اليوم على رؤية الأستاذ أسان فأنا أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه الحلقة وعلى كل ردود الأفعال اللي جاينا أنا بشكرك شكرا جزيلا وغيرا حلقة جزيلا من الميديك